السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات مرحبا بكم في حلقة جديدة بمصر ودائما كما عودنا بميازين ومعضيع وتنوياء اليوم معنا موضوع الممكن لم تتكلمناش عليه كثيرا من قبل وموضوع التصميم ومعنا ضيف أخ عصام حمود من هو عصام عصام المدير الفني لشركة علامة للتسويق بمسقط صندنة عمان وتخرج من مدرسة الفنون الجميلة بباتنا بالجزير كما درس أيضا علم الاجتماع والبيولوجيا من جامعات الحاجد الخضر لجامعة باتنا ولهو قصة مهمة في هذا الموضوع خلوه يحكي لنا بعد عمل عصام لسنوات في مجال تصميم الشعارات والهويات البصرية كفريلنس أو عامل حر ثم انتقل بعدها لستطنة عمان ليعمل كمصميم غرافيك ثم بعدها كمدير فني يهتم عصام بأفكار وفلسفة تصميم والكتاب العربية وأفكار التصميم للمواقع وتطبيقات وكذلك الجانب الفني للحضارات ألا فعصام كتاب شعارات الذي يتناول موضوع تصميم الشعارات والهويات البصرية كما لدى عصام مدونة يكتب بها حول الاتصال البصري والتصميم منذ أكثر من 12 سنة قبل أن نفوته الضيف الكلمة نبدأ مقضي مخفيفة معطاها ونبدأ الحلقة عنها شط السلام عليكم ورحمة الله بسلامة الكلمة شكرا لكم على الهوال وفاة للبودكاست إن شاء الله اليوم نحكوه مع أستاذ عصام على التصميم ولا مرة فتحنا في موضوع التصميم عصام فشرفتنا اليوم بحضورك أول مصميم يعني مختص في المجال يكون في هذا إن شاء الله راح نتحدث على كثير المواضيع المتعلقة بتصميم تجربته في الجزائر وخرج الجزائر كفاش كان تصميم يقوم به داخل الجزائر وكفاش بعد ما مشاه راح نتعرضه أيضا للملكية الفكري في التصميم كفاش المصميمين اللي راح يخدمه راح نتشعبه في عدة مواضيع شكرك أستاذ عصام على عجابة الدعوة شكرا على استضافك ويعطيكم صحة على الجهد في بودكاست قسرا شرطنا على محتوى توقع الجزائرين كامل يعني في الجزائر محتوى حتى أنا فترة عملت في الإذاعة يعني بهذا النوع من المحتوى ما شفناه شيء يعني هم اللي راح نجزي نشوفه في حالية أعطيكم الصحة شكرا أستاذ عيسام كي كنا نشوفه في المشوار تالي أستاذ عيسام شفنا بلي دار مدرسة الفنون الجميلة ودار أيضا تخصصات أخرى يحب ذات تحكي لنا على كيفاش خيارت عدة تخصصات خيارت الفنون الجميلة بعد البكالورية صح؟ أه لا أنا شفع لها كان في الدميل كي ديتل الباك الدميل الوالد كان عندي وقتها في المعدة التاعي يعني وقتها كان لازم إما نخير علم المكتبات ولا الإعلام الآلي في آنجي ولا بيولوجي بيولوجي كانت فتحة جديد في باتنا هناك الوالد قال لي لازم روح بيولوجي وضغط عليها ورحت لنا بيولوجي كعاد الوالد كانت اضغط عليها ودخلت بيولوجي كنت نشتيها يعني كانت تنخصص هايب وصح كملت السنين في الوازنون ما قدرت شنكمل ما حملت الشن ما عجبتنيش كان الجو العام ثم متعد ومقدرتش وقعت تلاقيت مرة مع عمي جانا للدار عمل زيارة كده وحكينا شغل عمي قال لي إذا بغيت دي البوزار روح دي البوزار طلي كون الريجينو عن دي البوزار في باتنا مديرين الكونكورت تحين السنوي هذا فاك رح تقدب مدرسة الفنو الجميلة جحن كين مدرسة الفنو الجميلة في جزائر الله يبدو كيبالي تبدل ويبالي يفتحوا فروع ثانية ووقتي يبالي كان ثلاثة ولا أربعة عورة باتنا كانت ريجينار كانت تيجمع خنش لاو ستيك وبسكرا أو أهما تبعيني نفس المدرسة في الجزائر ولا فروع مستقل دي بذاتي لا 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 كلهم تبعيني المدرسة العلية للحنوم الجميلة في أر جي ودخلت الماء وقريثت عاميل أو نص بلا ما نقول للبابا يرى لأني داخل خارج للدار ويرى من هذا الزوح لوراقه لرسم وأنا ما قلت له خلاص محكيتش معه وما قلت له نحتاجة كأن ما تقول لش كان يتخيل فيها بيولوجي لا يشوف نرسم بكري هذا الطالب يطلعون في الثانوية و أذهب أرسم خانية وهذه كنت قرأت بالتوازي مع البيولوجيا لم تكن تذهب البيولوجيا و تذهب إلى ذلك لا أحبست البيولوجيا و جمّلت الملف تاعي و رحت لدرس بشكل مباشر الفنون واحد العامي له نصف أكذاك و واحد نهار مهم كان عندي عمي هذاك نفسه و كان قاعد معه ثم الضار و عشاء كذا و سقسة بابا قل و ما روي العصار مع الفنون جميل؟ بابا 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 و ما حدرش معي واحد المدة أكذا ما أبغاش تريحكي معي وبعدها قبل هو كان نرافض الفنون هذي أنا كيفش تقرأ فنون و ما عندكش مستقبل فيها و أنا شوفه فيه غمرهم يعانية و صح يعني و أجوز من حكاية من تلامه صح يعني و صح أنا ما قدرتش نكمل في مجال أنا من شهاد و إيه فكملت الفنون هذي صح هو أنك هنا واحد النوع من استيقما لكلمة فنون في الجزائر بتقول فن الناس يروح بالهم فن هابط يروح هم روح ويش سلبية يعني يروحش باله تصميم ولا كمانا كتشوف ولا حاجة عادها رسالة بتحكي للوالد تاعك أنه بنا هيك أنه كما نقوله هنا وشي مستقبلة العمل تحها مش واضح يعني تقرأ بيولوجيا مهندس بيولوجيا مهندس إعلم ألي بينعاها وظيفة منه هو لأنه أنا أصلي من القنترا فمن القنترا كان واحد عنده واحدة من المختبرات الكبيرة اللي في باتنا اسمه سعد العود والوالد لأنه من القنترا فبغيني نسخة جديدة من سعد العود مختبرات يعني سليقما الرقم واحد أنه ما عندك مستقبل فنان لأنه الفنان ينطعف يعني يمكن من عشرة يمكن واحد أو كي نجح البقية راح يعاني ورح يعيشوا حتى يبلغوا سن معين راح يعاني وبيش يكملوا حياته سليقما الثانية اللي هي الوسط الفني نفسه أنه شوية أنا أقدر تقول ويرد حكم طبيعته أنه الناس يعني مهمش يعني كل واحد كيف شو يشوف الحياة كل واحد كيف شو يشوف الحياة يعني يجرب مشاعره فشو يختبر يعني الأشياء اللي يعيشها واللي يرسمه وينفذها وينقدمها في نواحاته وينفأ أي حاجة ودخرة فيكون ويرد شوية ويكون صعيب على الناس عندما يتأكلوا معه وانا يتقبلوا تعرف أي حاجة مختلفة الناس مستهيل في تقبلها خاصة لمجتمعاتنا تعود غريب الأطور شوية تنمر عليك ومن الغرب على الأقل عندهم يقول لك You are unique You are beautiful Everyone is beautiful وكذا نحن شوف يتنمر عليك تكرا حياتك يقول لك شوف هذاك مشعور كداير شوف هذاك كراحة يخرج في الليل رمد هذيك أهي وزي دوم يحصلون لما في حكاية أرسمني ديلي بورتريك أرسمني هذه اللي هي تعرف حكاية هاري شوية تعبك هو الفنود دخلتها برسكو كان في عندنا اللي يمكن برسكو إن شفلها كي عاد دخلت على طريق الروايات لأنه كان منتدى رواياتنا إذا تعرفوا نعم إذا تعرفوا روايات مصرية للجيب عقب علي لي اسمنا أنا لأنه عاشت في مصر فترة في مصر فكانت من الثينة وتسعين إلى الخمسة وتسعين ثلاث سنوات هناك وكانت فترة براقة بالنسبة لي فترة فترة ذلك وتعرفت عن روايات في مصر تعرف منبع الكتاب أو غيره فكان في عندنا بروايات مخصصة للجيب اللي هو مش لطلطفات لكن في نفس الوقت مش البالغين اللي هو ما بين البراقة وفترة الشباب يونج أدلت في وفروله المحتوى خاص ليهم هم خلال هذه روايات مصرية للجيب تكلموا عندهم بروايات بوليسية روايات خيال علمي عندهم كل هذا المحتوى وفي سنة 2000 أنا تعرفت على الانترنت ودخلت منتدى موجود لفورون المحتوى منتدى رواية نلف وثار فيه غروب يعني مضغربة توانسة مصريين سوريين وبدئنا نكتبه يعني وبدأ في بعض مئة ألف و هناك بدأت الحكاية أنه لا ممكن نحتاج كبرز كتب نحتاج تصاميم النوع هذي فبديت نتعرف على جزء شوية مختلف برك بالبورتريات والرسم والحوايج هاري هل كنت قبل ما تدخل المدرسة الجميلة كان عندك أعمال ولا كان عندك محاولات في هذا ولا قبل ما تدخل كل جميلة كانت كانت رسوم يعني بورتريات ما بعض الأشياء لأنه تعرفت على الفوتوشوف يمكن حظي نفس الشيء حظي لأنه أنا في الفترة لينما كنت نقرة الجابعة كنت نفس الوقت نخدم في سيبار كافي الوقتها كانت لسيبار كافي فكنت نخدم العشية في سيبار كافي صاحب نخدم سبع سنين فالصباح أنا نقرأ والعشية رأني في سيبار كافي تعرفت على فوتوشوف تعرفت تعرفت عن مواقع تصمير مواقع رجعت نخدم ويب ماستر فهذه فتحت لي عيني على يعني الطبيقات بصرية مختلفة تماما وبديت نربط هذي بهذي لغاية ما واحد كان عملت ويبسايت شبه كما يقولوا هذا كامازون اسمها سهلة مهلة وطلب مني نرسم انه ديزيكون ايقونات خاصة للموقع اللي هي مثل ود كنيسة حاليا ما أنا مش مضطرة برك نرسم اللي بورتري ونرسم اللوحات لك أنا حاجة ويش أخرين ممكن تستكشفهم والناس يتعرفوا علي ايه اللي هم الايقونات ايه كانت دراسة ثمها هل كانت تكوين تكوين كان مو مل ولا كان كنت صح شغوف تروح تشوف راكم اللي هي كنت تعلم ورا تطبق ورا يوافق وشاركت كان فيها هكذا وهاكذا المشكلة التعليم بشكل عام الملل جزء منه يعني هذي حاليا صرت مقتنع بالنقطة هذي من 4 سنين وانت يعني تجيب من 8 أصباح وتخرج الخمسة تقعد مثلا عندنا مثلا أيام عندنا مثلا اليوم اللي يكون فيه رسم اللي هو اللي هو لازم تقعد من 8 أصباح من 5 أصباح الخمسة العشية وانت ترسل فيه صاحبك وانت قاعد لازم تتعرف هاي الموديل يعني صارت لك يقعد مقابلك وانت عام الصباح وانت تقول له ما تحكيش وبقى ثابت يدك توجعك من درسل سيلفي على طريقة تقليدية اكذاكي وفي عندك مثلا الزخرة الزخرة الشيء الوحيد اللي قلت لنا مستحيل نقرأ الزخرة هو من غنامات فن هايل موزايق لكن يطلب صبر هايل في النهاية صبر صبر كبير ولازم تقعد معينة وديتايل معينين فكان متعب متعب بزاق الزخرة يعني كنا نخدمه كما بولا يومين إلا الأسبوع بزاق حواج نخدمه ورسم نحت زخرة ونفلمات خط عربي هندسة داخلية وشيء كثير كنا نخدمه كان في أمالة كثير بالصح في الوقت طبيعتها مختلفة عن الدراسة الجابعة كانت ممتعة نفس الوقت متعبة وممتعة نفس الوقت أنا ذلك أنا نرسم من الصغرية نرسم ذلك لوقت كنت في الثلاثة نرسم الطيارات نريد نرسم الطيارات نريد نرسم اسلحة الألعاب في السوفة هذه الغريبة وكذا وأباك إلى يومين هذا كنا نعود نهضر نعود في ميتينج لكي نركز أنا مشكلتي أنه كنا نعود أنا شوية ما عندي مشكلة على التركيز لكي نحط ربعة واحد لازم يدي تعد مشغولة قدرش نزم وذني باش نعط بلنا نبدأ نرسم أباك كنا نشبت ساعات هذا الكالندر تاعي والله تعالخدمة نشوفه معمر بالسوفة أباك يشوفه هالوزوملات يقول يا صحابي عربي وترسم اسلحة وكذا تعرف الصورة الظهرية تترسخ ايه وكل مرة ننبع والله الديزاين مش بالخوف فأقل وساعد نقول إزاح كراني درت مدرسة الفن الجميلة كراني نصمم مدرسة المنغة السوفة ايسام بعد ما كملت مدرسة الفن الجميلة هل مباشرة انت وجهت تلسق عمل او كان عندك نشاط اخر والله يشوف هناك كانت الاشياء كاملة بالداخلة قبل ما بدخل مدرسة الفن الجميلة انا اصلا بديت اذا تعرفوا كانت في مجموعة الشهاب مجموعة جزائرين كانوا في مراتيزية بينهم الدكتور بدرعام بللحسن كانوا ندفع في الصلاة التوء من قبل فكانوا عندهم بوقع الشهاب موجهة التخبة لفلسفة ماركو النبي وغيره كانوا تناولوه وعملوا موقع ثقافي اسمه ضفاف البداع مع الأستاذ حسن خليفة في القسنطينة وكانوا يحوسوا على واحد يكون ويبماستر وانا كنت بوقتها بديت يعني نتعلم بالويبماستر مع سيماس وغيره فمع اسمهم ايد جملة وبي اش بي نيو وغيرهم كنت انا نخدم بوقتها كنت نخدم على البي اش بي نيو وبديت ثم بديت نخدم يعني اي حاجة تكون في الويب سايت نصممها ومن دارة الموقع التصميمات كلها فكنت هنا نخدم في نفس الوقت بعض الاشياء مع بعض الاصيقات نخدم معهم بعدك يخلص الفلون نخدم يعني مع كانت اظن ثمانية وراها مباشرة كانت النسخة الاولى من موقع الاذاعة الوطنية مع اسدين بي هوبي عملنا عليها اشتغلت مع مجموعة اشياء بتعرفت على مجموعة من الشباب مالك حدات وغيرهم اللي عندهم موقع بديت ستوتنت تعرفت عليهم وكان هم موقتي يخدموا في داعات عنابة وقالوا لي عزدي مي هوبي محاب يخدم جمع جروب من من الشباب الجزائريين ويخدموا الموقع داخليا بدل ما يروح وكانها خاصة ولو يكون زعرها عالي وقتها طبعا تصميم موقع جدا مكلفة ضمن حاليا تغير الوضع فكانت تلك يمكن تجربة اللي كانت بالنسبة لي جدا مختلفة انه لا تخدم مع فريق تروح داعات لان باتنا تخرج باتنا تروح بالشهور ثم تخدم على زعر الوطنية ثم نسخة الأولى من الموقع ديزاين وغيرهم انا كانت طبعا المهمة بالنسبة لي كانت تصميم الموقع فريق ثاني كان في حميتيو ايويرا ومو كريم كان فريق ثاني يشتغل على البرماجة فهذه كانت يمكن التجربة يعني على طول اول باتنا تخرجت بدأت يعني وبعدها وصلت كفريلانس لمدة معينا في الانس ما توقفت يعني كنت نشتغل بمشكل متقطع يعني لان سحيان كل دي مشروع احيان لا احيان لا حسب في اي وقت خرجت على الجزاء خرجت في 2011 وزارة التربية وتعليم هنا في سلطنات عمان كانوا يشتغلوا على منهج تصميم غرافيكي للصف للصف الحادي عشر والثاني عشر توقع اليوم السنة ثانية والثلاثة ثانية حتى يعطوهم نوعا من توجيه والارشاد المهني في مستقبل الممكن يروحوا لمجال فاني غير فكانوا يبحثوا عن شخص عنده القدرة على الكتابة في نفس الوقت عنده القدرة على التصميم وتواصله معي وكان من عاقد مدة ستة شهور كانت تجربة ممتازة جدا هنا وخلصنا المشروع لكن ما رشنوا لي اسباب انا ما عني اي فكرة عنها توقعها تقصر الوزارة وغيرها وبعدين رجعت الالجي جزيل 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 رجعت عام هكذا في الالجي و 2012 جاني عرض ثاني من شركة ثانية وروحت في 2012 مشيت وبعدين من يومها وانت في سلطنة عمان تعمل في شركات عمانية احي وما شركتين اعملت معه شركة وبقيت معها سلس عام وبعدين انقلت شركة ثانية اللي انا مازلت معها قريبا من نكمل عشرة سنوات معه شركة العلامة هل ممكن تحدثنا على الشركة ودورك فيها؟ الشركة كبداية تقصد هو الشركة بدأ وبدأ في سوق بدأت ناما شوي لانه لازم تحط في سياقة السلطنة عمان عندها نوع مش بس صلو عمان عنده نوع من التحديات بسبب انه ثقاف الأجانب اللي هم مش عرب يعني شوية طاقية فبثلا في الصناعة الإعلانية والصناعة الإبداعية بشكل عام لفترات إلا في السنة والداخرة تغيئة طبعا في الألفين مثلا عقل جيب من ألفين لغاية ألفين وعشرة كذا فبدأوا يحاولوا انه يكون يدخلوا السوق ويخلوا اللغة محلية أكثر عمانية أكثر مثل ما نسمع في الجزائر نسمع الإعلانات بلهجة جزائرية طريقة ما اسمحة بالفرنسية ولا اسمحة وتحترم ثقافتنا يعني إلى حد ما فهم يحاولوا وكانوا يحاولوا الطريقة ووقتها طبعا ما كانت هذه الصورة واضحة فكان شخص التقيته في 2011 بالصدفة هذا اسمه حشر المندري كان وقتا هو مدير التسويق أنا حد علمي في شركة نورس واللي هي أريده حاليا أن تحويله في الجزائر كانت نجمة وبعدين في 2012 اشتغلت مع الشركة وشفت أنه لا أنا ما نقدش أكبر مع الشركة هذه فحشر قانيلي شما تجي معنا دي نجسيش أسس شركة علامة بدنا أربعة نركز على ثلاث مجالة ديزاين أو البراندين والآي تي و تصمير مواقع و تطبيقات و سوشال ميديا و محتوى بدنا بشكل بسيط بدنا مع مشاريع بسيطة جدا ماشي المشاريع اللي أنا متعود عليها أنا متعود أشتغل على مثال مع الشهاب و مع الإذاعة الوطنية هنا لا بدنا بمشاريع مثل محل عبيات محل يبيع شوكولاتة فبدنا بهذا المستوى هذا محل اسمه مطعم تركي بدنا بالمستوى هذا على قدنا بس نفس الوقت هنا يعني نشتغل و نطور نفسنا عسف كان طبو إحنا كان في عندنا في قلوب مرجع أو رفرنس في شركات عالمية إحنا شايفينها مثل أوغل في و لاندور و غيرها و كنا أنا نسبة لنا هذي هدفنا التاركت عندنا أنا حابين نوصل لها في هذا بلد فقعت الحمد لله أنه أخر سنتين شوية وصلنا على هذا المستوى فبدنا أربع عاشنا حاليا حاليا نستطيع الحمد لله إن شاء الله يعني الشركة متخصة في التصميم في المجالات اللي ذكرتها في الأول حاليا ولا تفرعته أيضا في مجالات أخرى حاليا تفرعته أيضا في مجالات أخرى اللي هو التصوير الفيديو التصوير العالي اللي هو سواء الإفنت ولا التصوير الاحترافي في البراندينج توسعنا الموضوع إحنا من قبل كنا سوشال ميديا بسبب مثال كان بريد عمان لما عملنا معه كنا مثلا نعمل له كانت ذا الأسبوعي إنه هذا الأسبوع وشو المحتوى راح يكون نكتب بجموعة تغريدات مع بعض التصميم حاليا لا حاليا نجب تغير الموضوع إنه لا نجب تعمل ضمن بطاق حاملة يعني لأنه فيعلنا هذا المنتج المعاين يعني عن بريد عمان كيف ممكن نصل للجمهور وشو اللغة لاستخدمها وشو الموسيقى لتكون كيف التصوير راح يتم كيف فالموضوع اختلف تماما عن طريقة مصيفة اللي يكون فيها فصار جهد ثاني لأنه طبعا سوشال ميديا غيرت كل شيء بالنسبة لها غيرت كل شيء صح صح لا شو عصام روبو يصور بكم والله ممكن لأنه أنا مجال عملي والروبوتيكس نخدم روبوتات تخدمنا من قبل مع شركة نايكي هنا في البحر اللي تاحهم في شانزيريزي من أنهم روبو يصور شعب إذا شايفين غلامبوت يعني هذا واحد من الروبوت معروف يسموه غلامبوت هذا يعملوه في الـ يجيبوا مشاهير يقفوا قدام الروبوت والروبو يصورهم بحركات سريعة بعدين يعملوها في سلو موشن ممكن نوريكم بعدها فهنا عملنا يعني اليوزر يجي يوزر يقفوا قدام كما هذو كل ميديا روب ينظر المؤثرات الخاصة في الأفلام مثلا لو تشوف فيلم مثلا من دالوريان هذا كل مع جون فاظرو ما يستعملوه غرين سكرين قبل هذه الشاشة الخضراء يديرو هذا كل يديرو هذا كل كل فيجي ذلك الإنسان يتخير الوذر اللي حاب تتصور في المطر ولا في السخانة ولا لأنه عندك الروبوت يصورك ويخرج لك فيديو قصيرك من دقائبات هالك راح تذيكم جيوة منا نوصل للنورد منا نوصل لحل تفن الروبوتات قول يحذر قول يحذر كما ذكرت فقط حتى يكون متأكد أنت يعوض المؤسس في الشركة صح لا الشركة أنا طبعا ما أملكها بس أنا من الفريق اللي أسس علي بداء من فريق تأسس هذا هذا اللي اقصائر يعني مش من من ناحية الملكية فيعني من ناحية لما عليش سأل لك سؤال هذا اللي انو حبيت اعرف لانو بحكم ان انك انت ديزاينر عاي ممكن معك الفريق فكيفاش اه اليوم لو كان يعني تبسطن الهوية البصرية كيفاش يتم اختيارها مثلا مع العميل ولا كيفاش انت مثلا لما انا قدم لك طلب كيفاش تختار الهوية البصرية بناء على طلب العميل وهي المعلومات اللي تحتاجها حتى تكون عندك يعني نظرة شاملة على الهوية البصرية اللي تقدر تسمع هذه هذه محاضرة هذه محاضرة يا ولكن بسطان انا قلت لك بسطان اه شوف احنا ببداية كيفاش كنا بالنسبة لنا كانت اول سنوات حطناها انها تكون تعليمية بحتة ببداية كيف كنا كنا بس يجي العميل انو يعطينا مثلا بريف يعطينا منخص انو مثلا كان في مشروع في واحدة من الولايات هنا عندما نافعهم كانت لشنك التقطات فكانت بالنسبة لنا ومشروع بعضوية يعني ناجح ولكن لو يرجعنا مرة ثانية بنغير طريقتنا فنعطيك هنا كيف كنا نشتغل كنا في بداية كنا نشتغل معهم يجي يعطينا بريف نعطيه مثلا خيارين إلى ثلاثة فيجول البراكس بس بصريا فقط ومثلا هذا من المطاط صارحنا لي مثلا شعارة تعطية لحاء على المطاط خط كذا مكتوب هو كان اسمها احنا جبنا له الاسم كان اسم النكتل لانه المطاط يعتمد على اوزان معينة يعني فحتى تشكلوه تعمل كل شيء تسميناها نكتل والثانية مثلا كان اللوغو عبارة عن الصيغة الكيميائية للمطاط نفسها ورسمناها بالطريقة حاليا كيف تم العملية غيرناها احنا بندفع اكتر العملاء انه ما يفكروا فقط في الجانب الاسري انهم لازم يفكروا في الجانب الاستراتيجي اكتر فاحنا مثلا ما نقدر نبدأ نصلم بدون ما يكون في عندنا جانب الاستراتيجي فنجلس مع العميل طبعا يعطينا الملخص الشركة لازم يجاوبنا على مجموعة من اسئلة لازم يجاوبنا هذي الشركة واشتريخها واذا كانت حديثة ليش تأسست وش هو الهدف من وجودها وش هو المشكلة لها تحلها الشركة هذه من هو الجمهور المستهدف مثلا الجمهور اذا سيختلف تماما البصريا اذا كان جمهورك شباب اذا كان الاليت او مثلا طبقة بعينها كذا من المجتمع سيختلف تماما تصورنا الانهوية هنا اسئلة كثيرا بينها هو السورة اناليسس او اسمهم تحليل السورة هذه هو نقاط الضعف والقوة والتهديد والفرص الموجودة في اي شي تحتاج هذا السورة اناليسس اه ايه كل شي يحلك اشياء كثيرة يعني فاذا يقول لك نقاط القوة مثلا اذا حطيت مثلا جاوبنا على نقاط القوة انا ممكن بصريا نقدر بنلقى الحل البصري في نقاط القوة نسف يقول ايه الشي اللي اتركز عني يقول لك مثلا النقاط القوة اللي عندي اني عماني اه نحظة اصبر في الحالة هذه انه انا لازم مركز على شي عماني في الموضوع هذا دلو ذلك الخنجر هذا كله كيسموه هذا كله ايه ممكن الخنجر من الخنجر العماني اه جميل بمناسبة الخنجر العماني غالي جدا عدي عدي واحدة عدي جبوري طعاما ووالدي والدي الله يرحمه كان باغيني نشريه بصحة قلت له في المطار ما يخذني شفوت الخنجر مستحيل يخذني بعدين في اسئلة مثل نبرة الصوت مثلا نبرة الصوت لين هي انت باغيها تكون حيوية ولا باغيها تكون هادئة هل باغيها تكون عالمية ولا محلية تبغيها معاصرة ولا تقليدية باغيها تكون عفوية ولا مخططة اذا مثلا جاوبك يعني هو يعني العميل معه لما نعمل الاستبيانات مع الجمهور وعلى الموظفين اللي عنده اكتشف انه لا باغينها تكون حيوية شوية هادئة او مثلا نقول لك هادئة الالوان هنا على طول بالنسبة لنا اذا ما يقول لك انها هادئة الالوان راح تروح في التونس او الدرجات اللي هي اهدى شوية فيها صعبة شوية اذا ما تكون هذه الالوان الصاخبة والعكس فعبارة عن معادلات من هذه الاجابات كلها تقدر تحدد كيف يكو التوجه وبعدين طبعا نريد شوية نوع الشعارات التي التي يفضلها مثلا في شعارات خطية شعارات حروفية شعارات تجريدية ها ندخلنا بالشعارات وغيرهم لازم يجاوبوا لازم يجاوبوا لازم يجاوبوا الأسئلة اذي مع الألوان وغيرها وبعد نروحنا لمقارنا هذي اللي هو الـ ديسك ريسالف اللي هو البحث اللي نعمله بحث مع كل المنافسين دي عندهم. سواء محلياً أو اقليمياً أو الممارسات العالمية حتى نقول. نعمل اللي سيرش نشوف أحسن تجارب الناس هذو. أول شي حتى ما نقلدهم. ما نعمل مثلهم. نفس الوقت نتعلم منهم. إذا شخص عمل شيء ممتاز نتعلم منه ونستفيد منه. وإذا شفناه مثلاً ولا واحد سبقنا في المجال هذا عمل هوية فيكون بالنسبة لنحن سبق أنه نحن نضع المعايير تبع الهوية في المجال هذا كيف حدث. هذا بالنسبة لنا يعني التجربة. معنين نبدأ على ضوء كل هذه الأشياء بنلخص كل شيء في ورقة وحدة. هذه الإجابات كلها والبحث البصري وغيره في ورقة وحدة نتلخص الأشياء هذه. وبعد نبدأ نشتغل على الهوية البصرية. أنا حسب العبيد في بعض مثلاً في الـ العقد معاه يكون خيارين. في بعضهم يكون ثلاث خيارات. في بعضهم يكون أربع. أنا حسب العقد مبالغ المتفق عليها ما ندخل في التفاصيل هذا. أنا حطيني بالنسبة. أنا حطيني بعيد على الفلوس. أنا فني بحث. الفن. بطريقة هذه التمية يعني بملخص سرير. وهي بعد ما يرجع لكم الزبون أو العميل يعني ممكن تقترحوا لأمور أخرى أو تعملوا تعديل على ما قمتم به. بعدها هل عادة يعني بحسب الخبرة تلك كم مرة يكون كين ذهب ورجع بيناتكم حتى حتى ترتل يعني للنسخة نهائية. أسئلة تقنية شوية. لا 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 هذه الأسئلة اللي هي منطقة ضبابية. لكن حاليا نحن تعلمنا مع أنه العقد هو اللي يحكم كل شيء. بالاتفاق نحن نحاول نكون دائما مارينين مع العملاء ما كون طبعا متشددين. نرى أنه في عملاء علاقتنا معهم دائما حد لهم لما بدنا حد لهم عملاء يجونا يعني يرجعون بشكل كبير وعلاقتنا مع الممتازات. في العقد ممكن نقول أنه تعديل مثلا بعد ما عرض له توجهات الهوية أولية بعد ذلك البحث وكل شيء اختار هو خيار معين مثلا التوجه هذا. نحن ناخذ التوجه هذا. هل تعطوا خيار واحد ولا تطرحوا خيار أو اثنين؟ على حسب العقد حاليا نحن بين خيارين ثلاثة وأحيانا أروع على حسب العميل وأهميته. في بعض العملاء نحن نسمعنا مهمين لمعارضة الأعمال بالنسبة لنا نحن كشركة فعادي أمسكنا أربعة عادي نعمل في بعضهم بأنه الوضع يكون جدا ضيق كوقت وغيره زبنية زبني ضيق فنعطيهم خيارين بعد مثلا نضعنا ثلاث خيارات مثلا ما هو بيست سيناريو أحسن سيناريو يتم خيار مثلا التوجه الثاني نروح نحن نمسك التوجه الثاني ونطور فيها أكثر ونرجع له وهنا تم شوية تكون فيها شد وجه أحيانا يتم التعديل عن التوجه الثاني بعد ما اختاروا مرتين أو ثلاثة أنا أحسن فبسا على الأغلب ما ستكون يعني تعديلات كبيرة بحسب تجربة فتعلمنا إحنا مع الوقت أنه كيف ممكن نخلي التعديلات أقل 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 كيف ممكن نخلي عملنا شوية يعني أحسن شيء ممكن نعرضوه في أقصر مدة فقط يعني بالطريقة هذه وبعدها يعني لما العميل يختار هل في العادة يعني العميل يرجع لأنه الهوية البصرية تختلف مرات تكون شعار مرات تكون يعني هوية بصرية المنتج مرات تكون حملة إعلانية فبعدين يعني العميل عنده اعتمال أنه يقدر يرجعكم من أجل حملة ثانية أو منتج ثاني بداعا على المنتج الأول لما تقول الكائن عملا يرجعوا بعد ما تقدروا العمل الأول يعني ستساعدكم العمل الأول يكون معهم يساعدكم صح؟ مثلا بريد عمانت عملنا معهم تجربتنا معهم ممتازة نحن السنة هذه فقط يعني انتهى العقد بيننا اشتغلنا معهم فترة وتوقفنا وبعدنا رجعونا واشتغلنا معهم فكاد بس ما كان طبعا فإذا تتكلم عن البراندينج وتصميم الهوية في عملاء تعاملنا معهم كان البراندينج فقط ما كان أي شيء ثاني في عملاء تعاملنا معه وزارة البيئة والشؤون المناخية اللي هي حاليا تحولت صارت هيئة المناخ تعاملنا معهم عملنا براند للوزارة كلها وصل الوقت كنا مسكين سوشيال ميديا هنا طبعا رجعونا أحيانا يرجعونا ما يسألونا بعض الأشياء وقتها حاليا ما رجعونا حاليا بالعكس يديروا فأحيانا تكون العقود هوية فقط أحيانا تكون العقود حملات إعدادية وصوشيال ميديا حاليا نشتغل مع عطو دافون حاليا نجزبنا الديساين كل منها في تجربة أعتبرها مثالية كانت خريب الظفار السنة هذه كانت براندينج سوشيال ميديا حملة كل شيء عليه متكاملة بشكل من التصوير أحنا أتقل أن أدرنا كل شيء في الحملة فيمكن السنة جاية يرجعونا مرة ثانية ويمكن يطلبوا تعديل عن الهوية وكيف ستتعاملوا مع الدخل روحه لازمون يدخل روحه ياسر في العمل بتاعكم هل كين من هذا النوع؟ يجيك يقول لك ما عجبتني شهادي و آه كين يقول لك دير لي هذه ما عجبتني شهادي ووراني أنا قادر هذه أنا نخدمها تفتاعي نخدم خير منها ولا راعدي وليد أختي يخذ فيك بيتوشوف آه هذه دائما تكون نحنا في الحالة هذه نحاول نكون دائما ديملوميسيين فعلمنا تعلمنا مع الوقت بالعنف يعني ما يجيب أي نتيجة لا لا إذا تحتاجوا أحد يربعنا منعاب قل لي بركات نحنا أعطاهم كلامة شوف نحنا ببثاً كجولة كان الحالة تذينا أنا مقسم منهم كتبت عليهم قبل الناس كان كلام يعتبر نفسه هو يفهم وهذا ما نحن نفعل نحن نحاول كل محترفين قبل المكان أنه يحاول يفهم نحن نحاول ندفع عنه نقدم العمل بأفضل طريقة نحن نقدره الكليون الذي يحاول يفهم ويأتي ويضغط عليك ويأعملك بشكل سيء وأنه هو يفهم محسن عندك وأنه أنك أنت ما تعرف شغلك وكراح في الآن فأنت تحاول تسكت وما تردش وتكون في إطار العمل وبالإيمينات ترد في العميل اللي ما يفهموا له وهذا تتعب معه خاصة العميل اللي ما يعرف أصلاً وش باغي فأسكو يقول لك أنا عندي فكرة في موقعي بس أحكي شو ثاني يقول لك هاي شبكني هاي ايه ايه والله وبزاف بناسبب بزاف من الناس هاي ايه تحصل معني أنه في آخر المطاف ما يقضيش جيوبك لا إيه لا 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 لاحاب لا مربع لا مكعب لا دائرة صح؟ في آخر المطاف تقدمني أقولك ما عشبتنيش نظن فريلانس تسرعون أكثر من الشركات لا أتمنى لكم بروفيشن من ناحية العقد ويعود على الأقل يعود عدوا واحد من نوع من الترست قال الشركة ما يعرف ما يديره مثل واحد فريلانس يحقروه أكثر صح هذي كان منها الفريلانس دائما نعنده من نوع من الاستنقاص يستنقصوه بشكل كبير إحنا كنا شركة صغيرة كان يمر بنا وتعلمنا يعني مع الوقت فأخذنا الكفوف بزاف جباب الجزائري تصرفقنا بزاف وتعلمنا يعني بزاف من الحكاة تذي تجربة الإجتماعات الكثيرة وتعاملات كثيرة مع الكلينو ورجعنا بالجلد الاجتماع الأول مع الكلينو نعرفين بالضبط وراح تروح المشروع هذا وراح وراح نبقنا الكلينو هذا وراح يروح الكلينو هذا راح يتعبنا وعدنا كما أقول له عندنا باكاپ خطة بذيلة لأنه كيفش نتعبنا فالكلينو اللي نشوفه بدأ يعني يرأوا رأوا ويحاول يناعرفنا خدمتنا ولا يتصرف فينا ولا لا نرجع 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 الوراء نعمل شغلنا نتعامل مع إيميلات وتحاسبوا بالوقت وبالكونترا وبمدفوعات لازم يخلصك إذا خلصنا مثلا مرحلة البحث البصري والجلسات والوركشوب صغير وما ذو اللي هما نتكلمت عليهم قبل إذا خلصنا هذه المرحلة لكلها إحنا ما نكملش إحنا ما بداش نصنبه حتى نتعطي ندر فلما يشوف أنه في وقت في عنده جدول زمني وفي عنده فلوس لازم يتفحها هالي الأشياء تضغط عليه حب ونلقرة في النهاية في النهاية إحنا نظل له يعني بعد ما نعرض الخيارات إذا ما عجبته الخيارات وبغى خيارات زيادة لا سمحنا إحنا لازم نرجع ناقد لازم تدفعنا فلوس فلما تتكلم معها فلوس موضوعنا يسير غير مع إيجنسي وصير في إيميلات فالموضوع شوية مع الوقت يصير مضبوط مش دايما طبعا فيها طلعات وهبطات وشوية يعني السارة يعني فيها مشاعر لكان ديكليون بعد يكونوا قاعدين معاك في اجتماع كلامهم يكون مختلف تماما على الإيميل فيعاملوك بشكل بشكل واقح شوية وهذا ما ينكر أنه في تجارب يعني ديكليون كانوا هيلين معنا وإحنا حطينهم ديكليون هيلين إحنا حطينهم لستة يعني هذا أحساب تجاربات وكان ديكليون صندما مرحلة أنه يكونوا قائمة سوداء هذا ما نتعاملش معه ويأتي ونا مره وره 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 لا ما أخدموش إحنا أسمعنا ما أخدموش معاكم إحنا عرفين أنه راح يتعبونا حتى إذا كانوا راح يطولنا يعني مالقاروت لا ما أخدموش معاكم إحنا مش ضك الفلوس يعني 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 تعامل الإنسان اللي لازم يكون موجود حليتوا الباب هذا وخليتوا لي نشكيت عادي عادي لأنه الناس الناس يتعلموا من هذا التعامل حتى ممكن متعلقتش بالتصميم ولكن مهمة أنه أن الناس طرف تتعامل مع العملاء لأن العملاء يختلفوا من الإنسان اللي يكون مرتاح وربلو شو يحوصوا فقط حاب الأعمال يمشو كي أن هذا كل يوقعه بيكون يستغل الشركة ولا يستغل العلاقة سلف الأمور إذا بلك نزيد نتعمق فيها شو يوم بعد في سؤال حول الفرينانس وكذا لكن صح كما هذا النوع تعالى التعاملات كانت كثير من الأعمال الإبداعية خاصة التصميم منظر حتى هنا في ناحية برامجان مروا بها شوية أو بدرسة أقل منكم تم المصميم لأنه كان ياسر ناس يحسبوا روحة ما يعرفوا يديروا لوجو فعندنا مشكلة في العالم كما يقول أهمالكم أنه عالم الأفكار وعالم الأشياء أن الدول المتخلفة عادة لا زال من تقلص من عالم الأشياء فهو بالنسبة له نحكينا على المعضوية في المقبل رح بيعليو حجرة بحاله قولوا هذي الحجرة تسوى مليون يشري عليك مليون بس أعمله عمل إبداعي هو يشوفه بالنسبة له هذي خط في خط وشعار تحددت لك وما لم يشبه اللي يرى كل ما قلت أنتها ركبة لك تقعد وتخدم وتكسر رأسك فعد هذك السوء تقدير لعمل إبداعي والعمل الذهني لا يمين يتقبلوا هذي يقولوا كيف أنا أعطيك أنا خمسة ألف طولار سعكي تشوف مثال تشوف ريبرندينج تا شركة كبرى شاومي مثال تسمع باللي قعفل باللوجو تاهم زادوا قوس شوية أو نحوه خمسين ألف طولار مايكروسوفت ويندوز تن الألفن شباك هذاك كان ما يلعودوا سواوي حدوه تسمعوا يقول لك الديزاين هذاك أعطاه مئة ألف طولار أنا أعرف من ديرها هذي ورب عفهم وربح مايكروسوفت أعدنا هذاك إذا عدك حاجة تعقابلها تعقابل هذا الموضوع قبل مفوت السؤال اللي والله تشوف كان باولا شير واحدة من عظماء المصممين بعدها عايشة في شركة التي تعتبر علي أهم شركة تصميم ستوديو تصميم في العالم في نيويورك تقول لك أنا قاعد في 35 سنة نخدم ونتعلم باش نرجع على الحاجة البسيطة هذي نصيغها هنا في خمس ثوان عشر ثوان صح؟ أهي تعلم شوف مثلا شعارات المعقدة وغيرها يعني طبعا الأشياء هذي سهلة تقدر تعملها لكنك تبحث على الشعار اللي يمثلك ويخدمك ويعيش معك المدة طويلة ويبقى يعني عفظ على قوته ويبثل قيبك يمثل نبرد صوتك يمثل شخصيتك أنت كشركة فحتى توصل للشعار هذا وتؤمن فيه الموضوع مش فقط جانب بصر يعني الموضوع عنده علاقة بمشاعرك أنت وإيمانك أنت بشركتك وإذا كنت أنت عندك شركة وإذا كنت أنت شخصيا كانت هوية لك أنت وشعرك لك أنت شخصيا مؤمن به المثلك هذا الموضوع يحتاج نوع من التلقيت نوع من التثقيف نحن العملاء نبذل معهم جهد في تثقيفهم في الأشياء فأحيانا لما تصير هذه الجلسة هذي لما أنت ذكرتها يعني مايكي ومايكروسوفتر لما العملاء شوية يبدو يشكوا نحن عندنا في عنا عرض خاص للموضوع حالا نعرض لهم نايكي نعرض لهم ناشيونججرافيك نعرض لهم بيبسي نعرض لهم في عنا مجموعة من الشعارات ونقول لهم هذي الشعارات هذي تحطوا بروحه يعني هذي الشعار وشي مثل يعني ليش بسيط علاش هذا الشعار بسيط فهنا طبعا دم يشوفوا الممارسات العالمية هذي بدو يتراجع الوراء ويفهموا انه لا الموضوع ونبدأ هنا نتقفهم علاش لازم يؤمنوا ان الشعار يكون بسيط يؤمنوا انه هذي الممارسة هذه مهمة نفس الشيء نشرح لهم الرمزية اللي موجودة في الشعارات علاش مهمة وتعليق الفن ونحويش هذي فالموضوع ياخذ جهد لكن اغلبهم يعني مع الوقت يبدو يقتنعه خاصة لما يبدو يشوفوا فوائد التطبيقات الممارسات هذه على عرض الواقع بالنسبة لشركاتهم فهنا الثقافة الثغيرة وكانها جهد يبغانها وقت ايه مفوضة الموضوع التالي يا اسام هي البرند الشخصي نظر انك تهتم بهذا الموضوع بزال اولا ما هو الفرق بين البرند والا ايضا تتيت الشركات بين الشخص وبين الشركات وهل يجوكم منذرك خاصة مع السوشال ميديا واللي نسمع عليها بزاف مقارنة من قبل من قبل تسمع قلوه مايكل جوردن ولا تسمع يعني هاك مايكل جوردن يلعب في شيكاكو بولدز ولا ما كانش واحده عندوش هذيك الاوتلت ولا الميديا اوتلت لاوكي منذك قدركها المشاهير والله ولا كيتعرف هذو المؤثرين في انستغرام والله ولا عندو بزنس عندو عندو ايدنتيتي تاعو في السوشال ميديا عندو بلغ فيديوهات فلوغ كل واحد فيس تتعاملوا مع هذي هل يجوكم طلبات مؤخرة في هذا المجال وثانيا الفرق بينها وبين الهوية البصرية للشركات انا مثال اقولك بودكاستر كيفاش انخيار البراند الشخصي تاعي وكيفاش يتأقلم الحاجة اللي هي فيجول ولا الديزاين مع المحتوى التاعي ولا وش رانين قد؟ هو تقنيا او حتى من ناحية الممارسة الموضوع نفسه تقريبا ما في اي اختلاف بالنسبة للشركات ولا للاشخاص كان فيت مقالة ترجمتها قبل فترة مقالة قصيرة يعني تكلم على مبارسات اللي هي الهوية الشخصية وفعليا فعليا اللي كان يصير انه زمان يعني في قبل القرون يعني لما بدأت التجارة يعني تجارة كان تعتمد على اسم فتعتمد على انتك مثلا بايع البقان مثلا تعتمد على اسمك وتعتمد على معاملتك وتعتمد على طريق تعرضك للسلعة وغيرها يعني مثلا احنا في باتنا في عدنا واحد من اشهر يعني اذكر بلما كنت صغير كان اسمه وسين جوجل واخر زيارة عندي الجزيرة السنة هذي فاتح محل له نفس الشخص وبعده الناس وعنده شهرة والناس تحبه مع انه فقط عنده فضرة وبيعه هذي براند شخصي يعني هذي الممارسة هو فقط اسمه اظن محن الساعات وشي كده بس لكن اسمه سان جوجل باسمه وناس كلها تعرفوا باسمه هذا فمثلا فورد بدا باسمه وبنا شركته بس لكن بعدين لما كبرت الشركة وطبعا لو صارت فورد يعني واسمه مع الوقت استثنى صار ما يذكروه هو بشخص يعني صارت شركة ما عندها اي نوع من التمثيل الشخصي وانه صار عندها مثل ما بطلتنا في عندها وفي عندها قيم وفي عندها شخصية كهوية وفي عندها دبرة صوت وكذا كذا كذا وصار هذه كلها صارت ممارسة تفتقد الشخص حمود بوعلان منها اي حمود بوعلان انا عصام حمود وحمود بوعلان انا انا شككني قاعد تسق عوام سقسي هذا يقرب بنا ولا هم طلع مشيق انطريق بلا كاش من تولث مني وتلقى لعك وانه ذاك مصنعة مشروعات المبارسات بشكل اساسي كانت برسنل براند اللي هي زمان سواء اي مصنع ولا محل ولا اشكال لكن مع الوقت لما الشركات بدأ تكبر لما المشروع يبدأ يكبر ويتغير كذا يطلع منه الاسم الشخص ويصير مشروع ابرو حاليا طبعا الناس مع الوقت تشاهدون منه شركاتهم ما عندهاش وجوه ورجعوا يلجؤوني وجوه يعني مثلا اقول مثلا بيب سي رجعوا يلجؤوني بريتني سبيرز حتى تمثلهم مثلا رجعت نايكي تبحث على مايكل جوردن حتى يمثلهم فرجعوا مع الوقت دفوا نفوا نفوا ورجعوا شي لليجوا الاشخاص حتى يمثلهم برسن البراندين اضم توقع بدأ بمع سوشال ميديا خلاص ترجع البوم يعني بدأ ينفجر ما هو على الناس ترجعوا يتعاملوا مع نفسهم كمنتجة او كشركة او انك انت تقدم سيربس تقدم مثلا محتوى ولا تقدم مثلا عندك بودكاست ولا عملك قناة يوتيوب ولا انت مثلا موديل احنا مثلا نتعامل مع بعض موديلز فيتعامل مع نفسه كبراء انه لازم يظهر بطريقات عينه ولازم يلبس بطريقة عينه ولازم يتكلم بطريقة عينه امام الكاميرا طبعا فهذا بالنسبة له انه لما يكون كاميرا مفتوحة هو في حالة عمل اليوم فمن ناحية المبارسات هي نفسها انتك لازم تعمل هذا البحث الذي يتكلم عنه لازم انتك تشوف شخصيتك كيف حاب تكون كيف حاب تكلم مع الناس من استهدف انا طبقت هذا الشيء علي انا ومن سنتين ورين اعمل علي بعض السنوات من العمل مع شركة بدي نفسي انا كيف حاب نظر في سوشال ميديا كيف حاب نتكلم وش النوع المحتوي اللي حاب نكتبه ففيها مبارسات تقيبا نفسها المبارسات اللي احنا نطبقها مع الشركات نعم كما قلنا الناحية ثانية هل لاحظت ايجنسيس كما قلت لي في السوشال ميديا بدأوا يكثروا هذا هل الخاصة تشوف بلك يدوها ناحية شخصية يدوها من ناحية استراتيجية ولكن من ناحية تصميمية هل عندهم اهتمام خاصة العرب العالم العربي بالغرب عندهم شوي الاهتمام عربي بدأوا انا قبل يومين كنت نبحث على شيء خاص بديت شوف ان عربي بدأوا يهتموا بالموضوع يعني مثلا كاظم الساهر عامل شعاره مع وسام شوكت اللي هو اهم خطة عربي يعني العراقي هذا العظيم هذا عامل شعاره مع كاظم الساهر نرجعوا لهذا الخطوط هاد لا لا قصدي هذا فن الخطة فن الخطة هذا هو الخط العربي فكاظم ساهر عنده لوبو اصالة عندها لوبو حاليا تقريبا كل فنان عنده شعاره خاص ويلتزم به في كل في كل اغنية تنزل عنده نفس الشعار في اتكار يبقى دائما تكرر دائما في كل مكان فالممارسة هذه صارت من قبل مثلا عمرو دياب عمرو دياب شعاره من زمان حاليا عنده نفس الشعار فالممارسة هذه بدأت يعتظر معه حاليا مع السوشال ميديا انه لازم يظهره بشكل يتكرر يعني في كل المنصة اللي هما الأفراد العاديين تقعب له يعني في المشاهير يعني مثلا واحد اللي نصقه هنا مجيد بدأ يستخدم نفس الشعار عنده شعار فمعنه يقدم محتوى يعني فاني يعني قمت محتوى يعني فكاهي لكن صاروا يعني يتمونوا انه لا احنا كيفاش نظهر بصري لكن بعده بصري يحتاج يعني ناس يعني شوية متمكنة فيه والسوق التصميم الجرافيكي حاليا يعني في آخر سنوات فقط بدأ يعني ينضج بشكل بدأ يعني يتكون عربية فبعده يمكن خلال السنوات القادمة نشوف يعني تجربتكم في كاميرا كان عندي حكيتنا عن خطوط وكان عندي سؤال لك في تصميم الخطوط ليو اشياء قمت بها فكيفاش اليوم نصمو خطوط جديدة لو نشوف مثلا الخطوط انا نذكر الخطوط العربية اللي كانت فيه ويندوز خمسة وتسعين وثمائية وتسعين والخطوط اللي رعدنا اليوم ليه خطوط يعني جميلة جدا في العربية كيفاش اليوم نصمو الخطوط العربية خصوصا من ناحية الرقمية كيفاش يتم تصميمها وبعدها كيفاش تشتعمل هل فيها ملكية فكرية او لا هل هل يعني كيفان خطوط حرة وخطوط اللي هي مملوكة يعني لازم تفعلها هل ممكن تحدثنا فقط على تصميم يعني بصفة عامل اوكي وتصميم الخطوط عالم بروحو مع الاسف تصميم الخطوط العربية فيه نفس شيء فيه ناس ممكن تزعل من كلامي بقى كحرفة وكمهنة محتكر اللي في سنوات طويلة هو من قبل كانت مشهورة لبنان ولبنان كانت انها اقدم دور الطباعة هناك في لبنان لبنان كانت تطبع طبعا وعدها تاريخ ما شاء الله كبير جدا فهما صحب حرفة تصميم الخطوط التحديث اللبناني حتى كان في واحدة من تجربة كانت عندهم واحد من الخطاطين كان يفكر في الأبجدية الموحدة انه كيف ممكن يختصر الحروف العربية انه حرف واحد مثلا عندك عندك الباق في بداية الكلمة والباق في منتصفها والباق في نهايتها كيف ممكن صمم باق واحدة فقط نوب على الثلاثة فحتى يختصر على الناس هذا كان الموضوع تطلق على الثمانينات او نهاية السبعينات الثمانينات لكن ما ماشى هذه التجربة فاللبنانيين عندهم خبرة كبيرة هما الماسترس في التصميم الخطوط ومعلاسف بقى الموضوع هذا لسنوات طويلة الى اخر خمسس سنوات طبعا مع التقنية دورت ظهرت برامج وأسهل وتسهل على الناس hey التعامل معها فتصميم الحروف بشكل عام انك انت تصميم الخطوط الطبعية هي اسمها خطوط الطبعي لانه يحدنا فند الخط العربي وخط الطبعي خط الطبعي لي اليد 잘못 تطبع تايب والخط العربي هو المكتوب الخط العربي اللي ي lineage وخط العربي اللي هو explicits مكتوب باليد بالقنامة وتخطب طباعي مصمم طبعاً يعتمد على قواعد الخط العربي لما تعمل عليه فهو باختصار منك اللي هو رص الحروف يعني كيف ممكن تخطي الحروف تكون جنب بعضها وتكون كلها عبارة عن متناسقة فيما بينها وكتلة واحدة وبشكل أساسي لازم تصمم مثلاً الباء لازم تعمل كل الحسابات احتبالات الباء في بداية الكلمة ومتصفة نهايتها نفس شيء بنسبة لها نفس شيء بنسبة لسين وغيرها كل الحروف هذه كيف ممكن تكون متناسقة فيما بينها وتبرمجها طبعاً من قبل كان في برامجة شوية معقدة وكانت برامج معقدة مثل فونتلاب أظن من اسم بقبليغ تاني اسمه فونتفور شط فكان في بعض برامج فونتلاب أظن كان مسيطر قطرة وكان برنامج شوية معقد ويتطلب خاصة ببرمجة لأنه لما تعمل حساب بأنه مثلاً الراء لما تدخل عليها الحاء ففي الحالة هذه لازم تعمل كرنين أو قيس المسافة هذه فنازم تحسبها مثلاً كلمة مرج إنه مثلاً عندك الراء يدخل على حرف الجيم على نقطة حرف ليف وسط حرف الجيم في الحالة هذه لازم تتبع على الراء أحياناً لما تعمل تركيبات مثل التا والحاء مثلاً أو النول والحاء فوقها فهذا في الحالة لازم تعملها برمجة ثانية ففي الحالة هذه طبعاً لازم تعمل كل احتمال بس بشكل أساسي ممكن تتصمم الخط بشكل أساسي إنه الحروب بس متصلة بدون مركبة وتعمل حسابك على البسافات بين حرف وحرف اللي هي مثلاً الباء في شكله طبيعي والباء لما مثلاً يتبعوا حرف ثاني كيف رح يكون والتلسم بالطريقة هذي عن طريق يعني برامجة مثل اللي هو توقع هو أحسن برنامج حالياً على الماركة قطت مع الأسف لأنه صاحبه بايريد يعمل نسخة خايف بالكراك حسدني عنده حاسدنا بس هو بس يبغوش تزوى لهذا لا بصح ملكية فكري نرجعنا إن شاء الله الملكية الفكري ولكن أهو تعبى لهذه للأمانة هو يبيع لك البرنامج مرة واحدة لايف تايم لمجموعة غير نهائية من الحواسيب أقدرت يعني أنا يعني رخصة عندي أنا عندي عن الماك هذا وعندي عن الماك بوك وعندي في الجهاز للشركة وعندي في جهاز زمين في الرخصة أنا أربعة من الناس يستخدمون فيبيع لك مرة واحدة لايف تايم يعني لمدى الحياة تستخدمها بس إذا نزل نسخة جديدة ووقف التطوير نسخة القديمة فطبعاً لازم يستخدم ليس السعر مقبولي أظن التوقع كان بيتين وسبتين دولار فيه طريقاً لهم كده؟ لا مش غالي أي خمس ملايين طعاً الناس راحة خمس ملايين راحة مش غالي لأنه أنا نفاهم أنه الزواري لازم يخدم حين تبس خر والله صح صح لأنه نفاين لأنه الناس في الديجيطال في الحالة الرقمية ما نشوفوهاش كما في الحالة العادية تخيل المسجار أنت يا إذا يروح يشري اللوع هو لأنه راح يخدم حاجة جديدة ليه يخدم مثلاً خزانة يقول له ما ما يبقيش الزواري اللوع مغلي علينا ما خليناش نفت اللوع أحران تشبيه أكثر من شعر اكتريك ولا حاجة تقول لا ما يهمش مهمش ولكن راك راح تستعمل حاجة اللي هي أصل فيه اللي راك حاجة راح تبيعها لإنسان ما يدير تصميم في الكتاب العربي ولا في الخط العربي لو راح يستعملوا ولا راح يبيعوا فهذه ما تقدرش تجي تقول لي تديرها لي قدر نقول لك بعد انت تقبلها ونتقبلها مشكلة أنا نقول تبغوش تزواري ثم فعن هذا الهمل أنا نظن باللي يعني هو الملكية الفكرية وكي تشوف باللي 160 صراحة هنميش يعني 160 مقارنتين بالنشرة تخلص على أوفيس مش رامي خلص على فوتوشوب أنا عباك الليك حكيت عن مشاكل قاقعت فيها ولكن من عرف شا نسمي التسمية التي كنت تسميها شو كنت سبيتهم أيصان؟ تاقذ ذلك البرامج؟ لا 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 اللغطة تعانو التام على الحاو كذا ورامع وشافي شو سبيتهم ذلك المشاكل؟ في عندك سبيسينج اللي هي المسافات العادية لما الباء في حالته العادية إذا كان ممكن أن أعملكم عليها عرض سريع يعني إذا تحبوا بحديث يعني مثلا الباء لما يكون وحده مثلا الباء المفرد أنت تعمل حسابك أنه في عندك سبيسينج أنه قبله مثلا 35 نقطة وبعده مثلا أنه على أغلب راح تكون كلمة بعده كلمة غراب غراب البين مثلا أقول أنه في عندك غراب طوح الراء والألف والباء فالباء بتكون قبلها سيكون في عندك 35 نقطة سبيس لا فيها ولا شيء وبعدين لأنه في عندك غراب وبعدين عندك سبيس ثاني وهي البين فتعطيها سبيس أكثر فتصير بعد الباء بعد نهايتها سبيس هكي اسمه مثلا تعطيه مثلا 50 نقطة هذه اسمه سبيسي بعدين تعمل كورنينج الكورنينج اللي هو تدرس الحالات أنه لما أكتب مثلا عندي الراء فيها إنحناء شوية وشوية يعني منحنية بتحث فممكن تدخل على الحرف اللي بعدها الحالي لازم أقول للبرنامج أنه عمل حسابك لما الراء يجي بعده جي لازم تزيد للسبيس هكذا فالبرنامج يرجع في مباشرة وطبعا تجمحها تحطهم في جروب حط أنه الجيب والحاء والخاء هذو يدخلوا في نفس النطاق لأنه الحاء ينوب على الجيب والخاء في البرنامجة في الحالة هذن فتحطهم في جروب ويصير أنه يحسبون ببرنامج مباشرة أنه الراء لما يدخل على الجيب والحاء فرح يباع وتعمل كورنينج هذا لكل الحروف طبعا لازم فيما عندك تستينج بشكل يعني تجارب كثيرة تكتب وتطبع وتعمل أوراق كثيرة وتحطها وتشوف وتقارن حروف مع بعضها لغاية ما تضبطها يعني فأحيانا تجد سبيسنج أحيانا تعيد رسم الباء أحيانا مثلا الباء أمام الهاء يرجع وكانه صغير فاتح ترسمه فهذه كلها تتعملها لأسي شيء يجب أن تعمل حسابك على نقطة ثانية لأن الطباعة بعدها موجودة تعمل حسابك مثلا في الأحبار عندما فيه خط تتصمم حلو لكنه مثلا يستلزف الحبر بشكل كبير أو عندما تطبع حروف تشرب الحبر فترجع شكلها سيء ما تظهر بشكل واضح فتصمم الحروف أنها تكون مناسبة للطباعة أنها ما تصرف حبر كبير أنها عندما تطبعها تكون واضحة فيه طبعا حاليا الحروف أنها في نسخ أنا بعدما ما وصلت للمستوى هذا حاولني أتعلم أنه كيف ممكن أعمل حسابي أن الحرف لما يكون لديجيطال بطريقة معينة لما يكون على سكرين عنده عرض مختلف لما يكون لدي طباعة عرض مختلف حتى حاليا فيه مشكلة ثانية بين الويدوز والماك والاندرويد وغيرهم والآتيزة ثانية في السريب العرض في عندك مشكلة كبيرة يعني فيستغني بعض التقنيات اللي اسمها الهينتينج أنك أنت هذه بعدين مزلت من سنة التاشت كانت في خلال المشروع عملنا عليه في العلامة أخرى فكان مع واحد خبير غولنديت عملنا معاه فكان يكلمنا عن الهينتينج أنه كيف ممكن تلزم الحرف أنه يعني لما تصدر خط من خلال برنامج غليفس كيف ممكن أنه يلزم الحرف أنه يبقى في مكانه ويبقى بشكله لقد رسمته قدر الإمكان لأنه أحيانا مثلا تعرضوا على نظام مثلا ديل ويدوز ديل مثلا فأنت تشوفوا على الويد على الماك بالنسبة لك هنا بالنسبة لدي الماك أشوفوا برنامج طرح الويدوز تشوفوا تقولوا ما أتحدثني أنا كيف حرف السياء بالضبط فحاليا صدنا نعمل تستيج بشكل كبير أنه ثمم الخط وعمل حسابي أني أشوفه هنا وشوفه هنا في نفس الوقت لازم تعمل حسابك هذا الخط هذا منخصص للنصوص ونخصص للعنوين هذه نسخة ثانية وإذا كان للنصوص طبعا يجب أن يكون السمك أكثر ومخصص فقط ليس مصمم بشكل كبير فتركز دائما عن نقاط صغيرة لما يكون مع 10 نقاط 8 نقاط بغاية 16 نقطة وإذا كان للعنوين طبعا تكون التضاد أو تباين فيها عادي إنه مثلا بهاية تكون حافدة مثلا والسمك يكون شيء كبير فيعطيك قدر للعنوين أنا هذه لك تحكي عليها مرت بها لأنه مرة كان عندنا مشروع قد نخدمه روبوت ينحت من الزبون كان شركة كبيرة شركة بميشل علي صانعاتها اللي كانت تصنع علي طاراته كان في معرة سيارات مزية كانت بالحروف اللاتينية فقاب شك تحكي لي وقعت فيهم مثال لو يجيك واحد يكتب لك المشكل أنه البطاقة طول تاحة وقيل 12 سنتيمتر والارتفاع تاحة وقيل 8 والخشون التاحة نظن 8 مليمتر ولا 7 مليمتر فلازم تنحت عندك هذيك ماذا تقولونها بالعربية الفريزرز ولا هذيك ماذا تقوله سبيندل بالانجليزية ولا سبيندل جاي وتنحت كيفانا نكتب والناس اللي يكتبوا بالطابلت اسماواتهم ولازم الروبوت ينحت في هذيك المساحة المخصصة أنا واحد يسموه جيم مش كما واحد تسموه ويليامس بقى مثال في الدبلو الدبلو واحده في 11 مليمتر قريبا ولازم لي كل كلمة نكتبها في وسط البطاقة هذيك ما تبدأش من اليمين لانه نكتب جيم نبدأ من اليسار مثال نقوله مثال تدلي 30 مليمتر بقى الكارد هذيك فارقة فقعشك تحكي لي هذا سبيسينج والبادين ومش عايب شنهي وكفاش نخلي لدرت لها الخوارزمية تاحا على الحالات كذا ريقلتها بعد فورد الفانوبيت قلت نجرب مع العربية ايه ابدا تحبز ولا شندير ولا شنندير كلمات واجدة دمها براينو سايروس ندير السيميليشن بالصوفتوير تاع راينو راينو سايروس تيدي معه واحد يقوله قراءة سوبر ونخرجهم خطوط تاع الخط العربي نبعثونه الروبوت كخط يعني قصدي لاين ماشي باش كفونت ولا كحرف فعرفت بلي يا قلت تكون يعطوني الخوارزمية تعجز ما عليك المخطوط كيفاه نقدر نترجمها لانو باش قاعد ندر الحسابات هذوك لازمني نعرف الكلمة مسبقا باه نقدر نحسب لها قاعده الامور تاحون نبعثها الروبوت فايه مش سهلا والسؤال الاخير في هذا المجال وبطول ما يفوته السؤال الاخر هو انو تيل الخط كيفاه تاك فنان ولا كمصمم مثلا هدرون خنوة بودكاست هاسبش تول عندنا مثال تطبيقي قال عديد بودكاست هزلي رايح كوميدي ولا بودكاست رايح ثقافي بودكاست رايح قصرة كما هنا حاجة كاجول ولا بودكاست حوارات مؤثرة مع أمورات إنسانية ولا سيريوس كيفاش انتا كي يجيك زمون نقول لك هذي كيفاش تتخيل نوع الخط اللي تستعمله هل عندك انتا خطوط واجدة ما تختم بيها تعبر قال لنا انت على بلق بلي حاجة تو سيريوس روح في هذي ولا حاجة تعال لكجوري إذا كانت تعمل هذا ولا إذا كانت حاجة كاجول كيف يقولوا بالداردة أنا أني نروح لهذا ولا تروح تبحث انتا عملت بحث على الخط وحدها البروسيس اوكي في شوف في عندك فن الخط العربي او فن الخط بشكل عام الكاليغرافي في عندك تايب ديزاين دي هو تصميم الخطوط الطبعية او الحروف الطبعية وفي عندك اللاتيرين اللاتيرين هذي تدخل ضمن يعني اللوغو صلاش اه انه يكون خط وخصص لاتيرين يعني او الخط الحر ما يعتمد على قالوا المعين فهذا تحتاج توضع علي انه لما قلت لي فئة مثلا قسرة مثلا توقع خط جاهز يمكن معها قسرة لا 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 لنستعملها الكلمة الفونت واجدين ولكن قسرة في اللوغو لا نظرنا لا لا نظرنا ما حكتنا هذي التاوش يسموها سمامة اه هذا يدخل ضمن لطاق اللاتيرين او الخط الحرر اللي ما يعتمد على انت تحط قواعدك طبعا تعتمد شوية على الكاليغرافي على خط نفسه لكن نفس الوقت شوية تخرج شوية من القواعد وتكون عند المخصص فقط هذا ممكن طبعا لاحقان التطور يصير من تايب ديزاين انك تصمم خط كامل الفونت كامل بالنسبة للخطوط شوف في تجربة ممتازة مثلا يكتب كلمة انا اراك ام واتشينجيو واستخدم خطوط مختلف الخط يعتبر عبارة شخصية فكل خط هو عبارة امترساليت فكل ما تغيير الخط استخدم مثلا خطوط مثل من تايب ديور رومان مثلا او او تايب اللي هو نسخة اصلية من تايب ديور رومان تطلعوا كأنه كلاسيك ويعطيك الروح مثلا شيء كلاسيك رومانسي شوية يمكن اذا تعملوا مثلا بخط حديث كذا ستايل الروبوت الروبوتات هذا يمكن تحس انه مثلا في عندك ذكاء استناعي اساس انه مثل جلسة راقبك سيري جلسة راقبك مثلا ممكن تستخدموا بليور مثلا ستايل تعال هالوين انه مرعب ام واتشينيو في مجرب او لا في عندك كلاون رح يركضوا راكح يخطيك في سيري راكذا مثلا فالخطوط هنا طبعا مع الوقت الناس مع التراكمات مع الثقافة البصرية جلسة تكون عند الناس من خلال الافلام وغيرها صارت يعني تشكلت عندهم صاروا يقدروا يميزوا يعني بشوفوا الخط هذا يقدر يعطيكي حق انه لهذا خط مرح مثلا انا اشاهدك مثلا ممكن يكون فن يعني الاطفال صغال يعني بارح فالخطوط حربيا انها يعني عندها شخصية ثابت كل شخصية مع الوقت يعني مع التجربة تصير تقدر تميزها يبدأ بضبط اكي اذا انت عدك يعني لديت بيز تاعكم قبل لما تروح تختار حاجة كلمرحة خطوط ترجع لها اهي في خطوط أرجع لها عربيا طبعا المكتبة بعدها شوية فقيرة لكن عالميا تبا يعني الموسمة حد التشبع فتقدر تلقى يعني مدى الضغطة اي حاجة تبغيها تلقعها اخي استخدرنا نعقبول السؤال القادم وهو قضية الشعارات او اللوغوز لو نعزل اللوغو عن بقية الهوية البصرية حاجة الاولى هل هو الاول حاجة تروح لها باش تبني عليهم بعض هوية بصرية ولا يجين بعد واللوغو في حد ذاته كيفاش الكرييتف مع بليش هل سر مهنة هذا ولا ولا الكرييتف وورك كيفاش تبدأ من فكرة الزبون توصل لهذا اللوغو يعني هو يعطيك كما كنت قبيل احت توجيهات تتسلوق على كل اسئلة هذيك هل هذيك نفسها كافية تخرج لك اللوغو ولا هل عنده حاجة مميزة لين اشوف هو اللوغو انا اعتبره يعني الشي اللي تعلمناه انه اللوغو ما يخضع لقانون احيانا يكون من اول جلسة مع العميد تقدر توصل اللوغو العميد يعني يقول اول جملة خلاص اللوغو وصلت احيانا يكون وانت تقرأ حاجة بسيطة كذا في تطلع فكرة الشعار احيانا ما توصل تقول تجلس شهرين وانت يعني تحفر وتحفر وتحفر ومستهيل توصل لفكرة الشعار لكن العملية نفسها كتصميم تكنيكا يعني خليك باللستريتر لكن كثكرة الشعار مثلا هنا نعطيك واحدة من افكار مثلا اشتغلنا على جامعة مسقط كان اشتغلنا على الهوية جامعة مسقط كان لانه هنا كان مثلا التوجه كان انه حابين انه بجوعة مستثمانية واسسوا يعني جامعة مسقط وحبوا الشعار يمثل مسقط فكانت مبين لانه هذك التجربة اللي عبرناها كلها لانه احنا توجهنا لازم نعطي كريدت لمسقط كمدينة تاريخ العريق فبحثت بحثت بحثت بالصدفة كنت تفرج وثائقية عن جوهرة مسقط هذه سفينة قديمة في مصر وسافرت ما تعتمد يعني راحت سنغافورة وغرقت هناك بس عادوا بنوها مرة ثانية فالسفينة العمانيين يعني يعني يعتبروا اسيات البحار يعني تاريخهم كبير فتجار ونفس الشيء والجامعة بالنسبة كانت نفس الشيء تركز على التكنولوجي التقنية وعلى البرجستيات كان في عدم اربع تخصات اكتشفنا ان السفينة هذه معا بدون براغي بدون مسامير بدون اي شيء تعتمد على قص الخشب بطريقة بالتقنية معتقد انه حاليا تم يعني معتقد اي حد يمكن في قص الخشب بطريقة ان القشب لم يلسق مع بعضه خلاص والدخيل يسابوا فيها في عمضة الضحيط بانك السفينة اللي هي عبانة عن الخشب فقط لسكنه مع بعض كم مثل اللي يقوا بالضبط وتقنية هاي لا يدخيل كان التجارته بدعتمد على سفن باتشكل في المسططين والسفن تمثل التجارة صح لانه الجامعة كانت تمثل على ريال التعمال والتجارة وعلى التقنية وعلى البرجستيات وغيرها فقرى شفت ان السفن تمثل التجارة وتمثل التكنولوجيا اللي فيها التقنية اللي دمع قصر حشي الخشب فرحنا لديك الطريقة القصر بين الخشبتين وعملنا الشعر فقط اني شوفي هي صح بسيط ورأيها اهي وضفنا له طبعا بطلبهم اضافوا بواب مسقطة بواب القتيمة مسقطة بس فكرة بسيطة يعني من خلال الهيستوري انه من خلال من التاريخ جلنا هذه القطعة البسيطة بشكل بصري تجريلي فقط فهذه فكرة يعني تطلعين بس بعد بحث وقراءات وكذا ولينا وصلنا عن شيء لانه كانت توجه انه لازم نبثل مصد في بعض الشعارات احيانا تكون اكاديمية السلطانية للإدارة مثلا لما عملنا معهم وكافئ لها في الجزيرة اللي هي الظن لنا فقط اللي بتدرس العليا للإدارة فلسنا هذي أسهل اكاديمية السلطانية للإدارة وتكون تابعة بشكل مباشر بالسلطانية فحبوا يشتغلوا على اللوغو بحثنا 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 وكان من زمانة مهم بعد ذلك اكتشفنا انه السلاطين هنا عندهم تقليد معين في عندهم بنوع من التغرائيات اللي هي الخط العربي اللي كان شوية مستنهم من العهد العثماني فترة انه كل سلطان هنا كل ما يصدر اي مفسور بيختمها بهذه الطغرائية الخاصة فمباشرة التغرائية هذه تمثل إدارة وتمثل السلطان وتمثل الحكم وتمثل قلة تقلينا هذه وبسطنا الشعار وبسطنا جرتنا جرتنا لغاية ما وصلنا لنسخة مبسطة جدا للتغرائية السلطانية مثلا لغاية احيانا يصير انه في عندك شوية في بعض المشاريع انه مقدموا اشياء مختلفة تطور تروح ابسترك تروح تجريدي في قابوسنا احنا انه مثلا دائرة تدل على الوحدة فناخذها كمفهوم نحاول نصيق شعار بطريقة في بعض الاشياء البصرية يعني هي رمزيات واشياء مثل هذه نحاول نستخدمها احيانا مثلا تجبع بين كم فكرة يعني في مقهى اشتغلنا مع مثلا سبو سبيشياري وتخصيه في القهوة القهوة المختصة فكانت الفكرة انه الفلتر تبع القهوة فلتر القهوة هذا كيف ممكن تجبعه مع حبة القهوة واذا تشوف ذلك الفلتر عندما ترح القهوة يحط الفلتر ويعصرها خذنا الفلتر ذاك اللي هو اللي هو اللي بقت القهوة نفسها وشكلناه على هيئة حبة القهوة فكل مرة كيف ممكن تتلاعب فهنا هذه هي المرحلة اللي هي الممتعة بالنسبة لي طبعا يقول رهيقها بسبب انه احيانا يكون الوقت ضيق لكن الممتعة عندك ما تعرف بالضبط كيف ممكن تطلع بالشعار وهذا على سماو فن اهي سماو فن لهذا السبب سؤال فقط عيسام ما هي اهمية لما تحكي لي مثلا جوهرات المسقط كانت بالصدفة اظن انه الثقافة العامة للمصمم تلعب دور كبير كمية تطلعه على عدد كثير من الاشياء اللي ممكن تتصور انه في الاول ما عندها علاقة بالعمل ته وبعدين يلقالها علاقة صح بالضبط انك تتقرأ كثير تشوف اشياء كثيرة هذه ضرورة انك لازم ليس بس لدي مصمم الشعارات يعني ديزاينر بشكل عام لازم تثقيف اليومي انك لازم يكون عندك تطاقة بصرية كبيرة تنزل تشوف اشياء مطبوعات تشتري كتب تشتري تشوف اعمال الناس على بيهاس على انستقرام هذا ضرورة لازم تكون عندك مكتب تلك البصرية الخاصة في الوقت تكون ذوقك التشخصي بس الاكليد طلاع مهم جدا في نقطة ثانية ما ذكرتها انه مش شرط انه انت كمصمم انت ليجيب الفكرة بالنسبع يعني مثلا تقرأ ايه سلطانية انا مش كان ما كانت فكرتي انا انا كانت فكتي انه استخدمها كثيمة بصرية كنمط بصرية كعنصر مساعد للنوية بصرية لكن بعدين لما بدنا نقرأ كان واحد يعني في الجلسات اللي كتب على العصف التهني كان يقترح انه اه شوفوا هذه تبثل كذا 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 فقفزت الفكرة فبالي ورحت اخذتها واشتغلت عليها اطورت فما شرط انه انت فقط كمصمم انت تجيب الفكرة انا احيانا نسأل الناس اللي فيها اصدقاء اعرفوا ممكن مشروع ومفكر فيه وكذا وقلوا انه في عدي المشروع الفناني انا لا 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 يعني اشرح يعني فعطيني فكرة انا اخذها وطورها بصرية بالطريقة الخاصة انا بشوك ان المصمم مش عيب انه يسأل الناس يمكن هناك تطلع فكرة الشعارة اه بلح دائما في قضية الشعارات وتصميم عدي السؤال هو قضية الحقوق حقوق اين تبدأ وا اين تنتهي هل لما تستلهم شوية انتايا من شعارات تقوله شعار لا اي تصميم شعارات اخرى هل تواجه ياسر مشكلة هذه الحقوق ولا ولا ساعات انتايا تبدأ تخدم بتتلقى بلي واحد نعدك مثال البودكاست اي بودكاست عادة الفكرة لا يتطلق منه انسان لازم مايكروفون في اللوغو لانه حاجة لتعبرك على هوية تاع بودكاست منظن بلك احكينا ممكن اذا عندك خبرة في تصميم الهوية البصرية تاع بودكاست فمعظم اللي تشوفون لازم فيها نوع من خاصة في العربة كدر الامريكيين بركاء شوية بحكم انه ساعة بودكاست مشهور ياسر فيتخلى حتى على رمز المايكروفون بحيط انه يطلع سيعرفوه خاصة مشاهير جو روغن والممثلين معروفون داروا البودكاست فالكوبيرايت وين يبدأ وين ينتهي حتى في التسميات صح انا اذا افدنا معلومة هل انتم ما تخدموا هوية البصرية هل يجيكم واحد وتخيروا له الاسم ثاني تالشركة يقول لك انا شوف حاب نخدم كافيتيريا سلسلة كافيهات اوش حاب ندير القولي ثاني اسم على الهوية البصرية التاعوه يقول لك انا ما زل ما قررتش عدي بزنس اوش نحن نبدأ وهل الباترنز تصميم هل يمكن عدنهم كوبيرايت كيمال القضية اللي اثاروها واخرنا قضية زليج هذي كتاع المروك والزاير المغرب وجهزة اثارت بل بلافة هل يمكن انه يكون باترن داخل باترنز تعملت ودف تصميمك ودلو كوبيرايت ولا تعتبر وتعكده لابد يتسلوه تكوشن كم يقولوا والحقوق الملكية ما زالت يعني منطقة يعني ضبابية حتى انا النسبالي احيانا مشوية تكون حتى احنا يعني احيانا تحصلنا مش معنى انه يعني انا ولا غير يعني احنا يعني ملايكة ومدغنة ممتاز احنا نقع في اخطاء تم ملايكة ما شاء الله اخي عيصان شكرا 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 احيانا بسبب اللي اللي كنت جاوب طاها عليك لما تفتح مثلا انت ايوبيا تتعرض عمال الناس مع العوام مع العوام انت احيانا مثلا جيك بمشروع وجيك فكرة تشتغل عليها وانت اصلا ما انت في اللواي عندك انت كنت شايفينها من قبل في مشروع شخص او شفتك مكان وعملتها نفسها احنا نحاول ان يكون الشعار اصلي قدر ان يو كان من الثالي نقطة احنا مقتنعين انه العالمي من التصليب الشعارات واصل المرحلة من التشبع انه الاشياء كثير تشابه احنا مثلا نبدل جودة ان يكون اصلي قدر ان يمكن لكن اذا طلع في النهاية احنا متأكدين انه عملنا انه ما نقلنا ما اخذنا فكرة عند حد ما غشينا يعني وعملنا حولنا باكتر طريقة اصلية ممكن احنا نعمل شغلنا وثنتي كده العبارة صحيح يعني اذا طلع يشبه الشعار ثاني احنا هذا الاقترب عليه وما نشوف انه هذا خطر اذا طلع الشعار ثاني يشبهه شوية يعني اذا عملنا صح عملنا الوركشوب وعملنا البحث وعملنا التوجهات وصببنا وعدلنا وكثير ونزل الشعار وطلع انه لا شعار ثاني يشبهه شوية او يقرب منه هذه العادة لا عادة طالب انه مش مطابق لي وانه البروستسة والعملية كنها تمت بشكل سليم خلاص في الحال هذه ما عندك مادية يبقى القرار نهايي عن العميل يأما انه يلغي المشروع ويبدأ من جديد يأما انه يقتنع عنه لا يعني هذا التشابه والتقارب هذا الشيطي طبيعي نحن حاليا نصير مرحلة التقبط للموعب انه هذا شي وارد جدا والاشيات الشابع عالمي طبعا السوشيال ميديا تعرفوا يعني الناس قدير يعني هز هذا الضوضو هذا وعدل فيه شوية او حطوه وبيعه كيف الملخدمة ذيك لا يهديها يعني في الباترنز يعني هل يمكن نعمل كوبيراتر؟ هل تخص ذلك الباترنز اللي هم العناصر البصرية المثال اللي هي تخص الدولة ولا تخص بشكل عام يعني شركات وغيره سواء فيه هوية بصرية ولا كبقيت كميثال هذك تعال القضية لأثرهم خرم بين الجزائر والمغرب على الزليج هذك تعال تصميم تاع البلاط هذك الألوان هذيك الذي تعنى وتعنى هو باترن ركام هل هو على الباترن وما كان يحكو قضيات التقنية يروح على البلاط بصراحة لم أسمع تشتهمها أما أنا لم أسمع تشتهمها على الموضوع هذا لا تابعي شوية غاطس يا أديداس تعملت في تصميم القميص اللي اللي لعبوا بالفريق الوطني جزائري استعملوا واحدة لو تكتبها مثال دركاء قميص للفريق الوطني جزائري الزليج خرج لك الألوان هذو ثم بعد وزير الثقافة المغربي شكال أديداس قالوا ما هذا راح في التراثب مغربي ملكية فكرية صراحة ما تبعته اشتري مليح ما لا بلش هل هما المشكلة تاحهم مع الديزاين باترن في روحه أو الألوان أو التقنية تعلق فشنا ما يخدموه أنا كبالي شخصيا أنا وفيدنا تعريق كبالي أنه بعد احتمالها خاصة نحواجه دي قديمة الناس تختم بياترن هذه أشياء أحيانا تصار بلكية عامة يعني صراحة ومع أن الدول مثلا يعني تطيك مثلا مثال بين الإمارات والسلطة الإمارات طبعا كان جزء من سلطة طبعا صار في ذلك الانتصال وكون الإمارات العربية المتحدة فالإمارات عندها جزء طبعا مع عمان عمان الدولة يعني عريقة جدا عندها حضارة كبيرة ففي ذلك الخلاف أنه هذه الأغنية بلكية هذه الموسيقى في عندك اليولا والعيالة وفي عندك كم نوع من الفنون وفي عندك مثلا ما اسمه السقر هذا هو عماني والإماراتي وتقطر فعدهم هذا النوع من أنهم يحاولون أنهم يسجلون وبالأشياء هذه بس صحيح هذه تبلي غريبة لأنه حدود في حد ذاتها الوهمية هذه كما نشوف في جوجل مابس في الحقيقة لا وجودة لها أكثرية هالسؤال موجهة من ناحية الأشخاص أو المصممين فيها يعني أنت مثلا لو أتيت بباترن هل يمكن تقول باللي إذا تعي كنت أخذ واحد خدم به هل يمكن أنك تدعي أنه تعك يعتمد على أنت وين سجنته يعني هذا بصراحة شوية مواضحة بالنسبة عن نحن إذا أروح لأشياء تخص دول الظخرة في الإسلامية هذه لأنه في نشوفها مستخدمها في سوريا مستخدمها في مصر مستخدمها بشكل كبير يعني وعندها طبع صارت مشاعة مشاعة للدول الإسلامية بشكلها فمن يملك حقها من نبتكر هذا الشيء من يملك حقها صعبة لكن إذا صلت ممتلك شيء حاليا في الفترة هذه أو تثنوه يعني بفجأة يعني اختار شكل مصري جديد تماما ممكن الحال هذه إذا سجلته يعني ما مش عارف أي جهة بالضبط يمكن تسجله في حسب بلادك اللي تبيها أو مثلا في معظمة عالمية للحقوق الملكية وأنا مش عارف من ضبط هذا الشيء اللي هي طرعا الجانب الإبداعي والعبالي بتاعي هذه ففي حالة دي ممكن تتنسب نفسك الحقوق لكن في أشياء تقدر طول متعارف عليها يعني بعدني أجيب ليني شوية بتأثر بالثقافة العمانية أجيبك مثلا للمزيمة أنت طعف البزيمة أعرف طعف البزيمة البزيمة عنصر شاوي بحث توقع صح ما تشوف في أي مكان طبعا متعارف عليه يعني ايه خلاص عرفته الاسم العرفة عنصر شاوي بحث يعني هنا في الحالة هذه ومع لسا فاتف عنده أي حد مسجد فيمكن مع وزارة الثقافة يمكن يكون مسجد ففي الحالة هذه إذا في أي حد مع اليوليسكو توقع يستخدمه في حاولوا سجل الربوز هذه الدول لأنه هذا في النهاية في عندك مولوظ ثقافي وفي عندك قوة ثقافية وحضرية القوة نعمة وضع التفاصيل هذه كنا تدخل فيها إنتاج كنت فتحاول تتحافظ عليها البزيمة بالتسبالي أنا أشوفه شاوي إذا شفته بحالة هذه قضعت يعني ما شفته في أي مكان ثاني أفياة يعني متعارفة عليها وبعدها فيها يعني منطقة رمادية كبيرة يعني همم لو نعمل النقاش هذا يعني لو نشوف الفنون عندها أهمية في تاريخ الدول هوية شعوب أيضا أو هوية شعوب لما نشوفه مثلا الجيدات اللي بالنسبة لي ما عندوش معنى لأنه ثقافة الإسلامية أو الزخرف الإسلامية اللي رانا نشوفها اليوم نجادلين عليها الجزائر والمغرب فيها درجة إعلامية أي كسكسي تاعنا أو لا تاعهم ومشعش هي معداش معنى لأنه لا لأنه لو تشوف قدر تقول من غرب مصر حتى المغرب الأقصى كلها يعني ثقافة واحدة اختلاف قليل جدا فما كان شو واحد في تونس يقول هذي تاعي وفي المغرب يقولوا لا 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 أنا نجم الخيمة النيلية تاعكم مطاحة قل لي المغرب بلا مصر عدم لا الخيمة شوف الخيمة عمومة نعم بلاد العرب الخيمة النيلية وشي ميزة هو الأحمر والأسفل هذا فقط وطريقة نصبها فقط ما نشوف هذا النقاش يعني النقاش كم يقول الأخيات المصرية نعبيط يقعش بيزنطية بيزنطية عقيم يعني مباشرة لكن أنا نشوف باللي هذا ينبع من أنه الدول والحضارات عندها هوية بصرية عندها فن اللي يخلي الإنسان تنتسب إليه أحبت نسأل حسام من ناحية الفنون وش هي الأهمية اللي تعطيها الشعوب والحضارات الفنون ولا للهوية البصرية ولا للتقديد من ناحية الألوان من ناحية الشكل هي تعتبر بشكل أساسي بحسب فهمي طبعا من وجهة نظرين تعتبر بقوة ناعمة بالنسبة لك يعني لما ترى الفنون يعني شوف مثلا ما ما تكلم عن الفنون المصرية بشكل عام يعني فنون بشكل عام سواء سينما مصرحة أو غري يعني مثلا مصر عندها قوة ناعمة شكل يعني خلال الأفلام والدراما اللي عنده والموسيقى اللي عنده فهذه قوة ناعمة أنت لازم تستثمر بها حاليا مثلا نشوف وهذا ممكن نموذج نتكلم عنه وخاصة لهوية البصرية للدول في ثلاث نماذج نتمنى الناس تتعلم منها ما على سفحنا شوية نظرتنا للخليج شوية جزاليين يعني ما على سفح عندهم نظرتهم للخليج شوية تستنقص من الخليج ساعة ساعة كنو هذا الاستنقاص اللي هو ناقص عن انغلاق عن جهل ما زالوا محاسبين بالليل ناس عايشة في السبعينات وفي السينات يعني أنا حاليا نشوف ان الخليج صراحة قطعة شوار كبيرة يعني مثلا تكلم مثلا على الأقل في مجالي في عدنا ثلاث دول بشكل أساسي اللي أنا شوفهم بصريا عندك السعودية وعندك الإمارات وعندك قطر يتنافسوا في هوية البصرية وفي أنهم يبنوا لهم صورة بصرية وقوة ناعمة تدعبهم شوية المستوى العالمي يعني المستوى العالمي يعني يعني السعودية في آخر الخمس سنوات بصريا أنا زميتي كانت إجازة لأسبوع الماضي وكانت في طلع وطلع راحة السعودية الأشياء اللي صورتها وشوفتها اليوم يعني اليوم تلتقيت يعني ذهنت صراحة السعودية صارت يعني كان جاذب للفنانين سواء الفنانين اللي هم مغديين ولا الفنانين البصريين في السينما ولا البثانين اللي هم في التصميم الداخلي والنهدسة المعمارية والتصميم الجرافيكي أصلا التصميم الجرافيكي أرجع عنده قوة مطبيعية صح حتى كنت في السعودية عدد قريبا واحد الشهر الماضي ولاحظت كما تحكي شوفت الحوايج اللي عنده مقديمة مزخرفة وفيها تصميم ولكن ينقصها الذوق ولكن مؤخراً في الحوايج الجديدة اللي بناوها فيها ذوق أنا مكذبش عليك عجبوني ثقافة الكوفي شوبس عندهم كل كوفي شوب تدخلوا عنده هاوية بصرية ديزاين انترنال ديزاين اللوغو تاعه المنيو وهذه اسمها اللي هي الـ brand experience يعني كل ما تدخلناك يبنيلك يعني brand experience من لما تدخل حتى بعضهم وصلوا نوع من التطرف انه حتى العطر اللي تشموه لما تدخلوا هنا كان العطر اللي تشموه فيعملوا لنفسهم customized يعني عطور مخصصة للمقهى اللي يدخل تدخله او للمكان يدخله سواء فندق او غير فوصلهم نوع من التطبيقات في النوعية أما هو يعني فأوما يتنافسوا فيما بينهم السعودية تحاول تسوق نفسها يعني يغيروا الصورة النمطية لهم قديمة هذيك انه سعودية الدين والتفاصيل هذيك والرشعية هذيك لا احنا لدرجة انهم يحاولوا اي شيء يقدم صورة جدا مختلفة وجديدة ومستقبلية عن السعودية قبله حتى لو كانت متطرفة فبصريا يحاولون يقدموا الصورة هذي الامارات تحاول تقدم نفسها عن هذه الدولة العصرية البزنس السهلة قطرة تحاول تقدم نفسها عن هذه الدولة اللي تستمر في الثقافة وفي التعليم خاصة يعني مثلا الجامعات المهمة اللي في التصميم وجودة في قطر اللي هي مثلا خاصة في فيرجينيا كومنولث او غيرها من معاعد يعني اللي هي من اختصاء في الفنون البصرية مش في التصميم في قطر فتجاربهم في انهم يبنوا نفسهم صورة ذهنية ويبنوا نفسهم مع علامة تشجارية خاصة بانهم مأغوية بصرية خاصة فيهم تجارب غير يعني روعة ويحاولوا في نفس الوقت يتنافسوا في انهم يحافظوا على موروثهم الثقافية بيسجلوا الانماط البصرية باسمهم بحاولوا يسجلوا اي شي جديد باسمهم بحاولوا يستقضوا الفنانين سواء يعني بغير شكل باي شكل انتعال عيش عندنا حنا استثمر عندنا حنا استثمر فنك عندنا باي طريقات حاليا ما يتقاتلوا يعني انه من يستحوث على الفنانين وعلى المثقفين بكبر قضاء بالعكسة نحاول كل ما نشوفهم يش يعملوا شي جديد تعلم 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 احنا جربناها شي هنا كيف تجربة قولاتي نتكلم على الاماكن خليف الظفار اذا ما حتى تعطيك تجربة كيف خليف الظفار ماذا هو خليف الظفار؟ تعرف صلالة بدأت معنا صلالة موجودة في جنوب عمان يعني تحكي يعني قريبة من اليمن عندهم لما يدخل شهر سبعة من شهر سبعة لغاية نهاية شهر ثمانية اللي هو جوي يؤوت يتبدل الجو عندهم بيرجع ربيع هما يقولون الخريف مش عارفة ما يسمون الخريف يرجع ربيع ويرجع شتوي ويرجع عندك أمطار خفيفة وذلك الرتاتات والجو مروحة بس كانت عندهم مشكلة انهم احكيك الكيس يعني اللي عندهم كان عندهم مشكلة انه صلالة كانت تأخذ كل التقدير تخيل انه تأتي مثلا خريف الجزائر والجزائر العاصمة تأخذ كل التقدير وعندك باتنا وعندك تسنتينة وعندك عنابة وعندك عندي فهما صلالوا بنفس الاشكالية فقروا انهم يخففوا نحاول ان الله رجان يكون في صلاة ووزعوا فعالياتهم على كل ضفار المحافظة لكن لهويتهم كان في عندهم مشكلة كبيرة مع الهوية اي نوع من الرمز ممكن يستخدمه هل يستخدموا الرمز على المنطقة هذه او الرمز على المنطقة هذه وهنا بيفتح عليهم باب كبير وما طبعا عندهم بعض تحديات مشكلة القبلية والاشياء هذه حتى اذا فتحوها يعني ما راح تستسكر لكن كلهم يتبقوا انه ضفار طبيعتها خلاب فبالينا الهوية البصرية الصورة الذهنية لضفار انها تكون تعتمد فقط على طبيعة فكان الشعار والتطبيقات البصرية كلها غير منتظمة طبيعة طبعا فعرفها طبيعة عذرة بعدها ما مستكشفها في عندهم اشياء فكان الخريف السنة هذي من خلال الشعار من خلال التطبيقات البصرية من خلال الصورة الذهنية التي تكوني لها على الناس ضفار صح فيها ثقافة فيها لكي تنسلق فيها عندك الطبيعة في عندك مهامرات عندك التخيق عندك الجلسات العائلية منماكن مفتوحة وبدأنا الصورة الذهنية هذه والحمد الله كانت هناك شعب نسبة لها السنة هذي لأنه إذا ارتكزنا لعنصر بطري واحد هذي بلاء الدعلي اللهوية عنصر بطري واحد ما زخرفها بعينها مثلا باهداب النساء حد نفسك بشكل كبير وروحي عليه اسماني يمكن هذا يعطي صورة تقريبية كي يقوقي اللهوية تمشي مع الأماكن مع الدول والأماكن وكان عندي سؤال في هذا الأمر كيفاش تعمم انت هذا أنا نشوفه مشكلة رياضي أصلا خريف ذفارت موش سهل لأنه لا لأنه مشكلة تعميم أنك تمشي من صلاة للذفار ولازم تخلي أنه في الهوية البصرية يكون فيها كل كل المحافظة صح ما يكونش فيها مدينة معينة ولا رمز معينة قاسم وشتركة أكبر قاسم تقدر أفريادية هكذا صح جمع المقامات وقعها طهر لا كانت تركيزنا هذي نفس الشي اللي الممارسة تكون نتكلم عليها قبل لما كنا نجلسي نعمل جلسات وشي التحديات اللي عندهم السوت قوة نقاط طبعا النقاط القوة هذي وحده منهم طبيعة ما حد يختلف عليها أنها في الأشهر هذي من شهر سبعة لغاية شهر ثمانية ومن بعد يكمدوا من بعد ما يروح الضباب تبقى يعني طبيعة خضراء وهائلة ننظم لغاية شهر عشر عشر طبيعة ما في أي حد يختلف عليها أبدا بخلاف الأشيات فإحنا كنا نبحث يعني كيف ممكن يكون الشعر هل ممكن يكون نحط أماكن مشغولة مثلا باللبان الضفار طعا في اللبان شغر اللبان شجرة اللبان اللي استخدمه في البخور وضفار معروفة بأنها يعني بوطن البخور في العالم فالبخور اللي يوصلك هناك ينعمل هناك فيه ضفار من خلال شجرة اللبان فهل نحط شجرة اللبان لكن شجرة اللبان حدك بشكل كني لأننا كنا حابين نبني تجربة كبيرة للناس صحيح موجودة في الضفار لكن هي مش هي كل شيء فحابين خلي الناس يروحوا يمشون لكن خلص الوقت حابين يروحوا منطقة ويروحوا طالكوت ويروحوا رخيوت ويروحوا دربات ويروحوا أماكن كثيرا فكيف ممكن نغير الصرة الذينية عند الناس هاليا لأنه ضفار مش صلالة بدون ما نحصر نفسنا في شجرة اللبان اللي هي موجودة في منطقة بس معينا في ضفار موجودة في كل ماكن مهم كانت بالنسبة لأشياء كثيرا لأننا وصلنا لأ تظهر لحظة وروح للفكرة للطبيعة طبيعة عندهم عندهم طبيعة بعد يعني في عندهم حتى عندهم أماكن الناس ما مشت فيها أكتب خريق ضفار في بوبن وشوف المناظر هناك روعة فاتفقنا أنه يعني صار في اتفاق سواء مع البلدية البلدية الضبطان اللي عملنا معه أنه خلي الطبيعة يريد تكن نحنا ليس دوبي وليل دوبي الحياة العصرية المتقدة مجنده نحنا ليس باريس لما شاء تسوق و و العطور و المستخدم و وصدحت عشبه نحنا ليس إيطانيا، ليس البيتزا، ليس الأشياء هذة نحنا ليس مصر اللي هي وكل ثوب نحنا الطبيعة فحددنا بالضبط والشي هو إنسما الـ UPS Unique Selling Proposition اللي هي نقطة البيع اللي نريد أن نبيع نحنا الطبيعة النقطة التمييز نقطة التميز تعني الشيء الوحيد اللي ممكن بيعون فبنينا عليها كيف ممكن نمثلها بصرية لان الطبيعة على طراء احنا خلينا الخطوط اذا ما عبدا تشوف الشعار بذل الله كان بالنسبة لنا يكون شعار خطي ما حبينا يكون عندنا اي ايقونة حبينا الناس يقرؤ خريف الظفار لانه انتهى الوضع ما صار خريف الظفار لانه غيرتها فخليناه خريف الظفار بعد ما تخلصنا من اسم الصلاة وصار انه الشعار مكتوب او اي شيء ثاني عفوي تماما الخطوط مش مظيفة مش مرتبة مش هذيك الخطوط اللي هي ستايل من الامارات انه لذيك الشيء العصرين سنيك غظيف المستقبل الى الخطوط عفوية الدنع الطبيعة مش منتظمها الوان فيها احتفالية عملناها بالشكل اذي فقط وبنينا علي نظام بصري يعني اللي هو الايقونة وغيره تمثل المنطقة وفقط وبنينا مع التكرار مع عادة نشره عادة تصميم وغيره الحمدلله يعني اتوقع انه رجحنا فيها عسام كان عندي سؤال انه نرجع لك للتجربة تاعة كان عندي سؤال كنت حابة نطرح لك لكن حابة نرجع لك ليه الان هو انه كيفاش انت خدمت في الجزائر فريلانس ومشي تخدمت في شركة في عمان هل ممكن تشرح ان انت كا ديزاينر كيفاش كان لك الفرق بين العمل كفريلانس يعني عمل حر في الجزائر وكيروحت العمان تبدل الامر يعني سنوات ركت تخدم في الشركة والفرق بين العمان ممكن انه العمل الفريلانس اذا رح تحكيني عليه اذا مانش خاطر رح تحكيني على السنوات عندها مدة يعني عندك مدة ما خدمتش فريلانس اذا ولكن اعطينا الفرق يعني الفرق الجوهرة بين الاثنين ومشو ما الميزات نقولوله الفريلانس شوف اي اعتمد من شخص الشخص انا شخص انا واصل وقلق انا عندي مش مش شخص اداري انا مثلا عندي مش تكليرة في الصبر مع العملاء خاصة لما يدفروا في شغلي كيمانا كيمانا هذا احي lucy رides اتلع horse اذا اه اه هنا يناول والله ما بدرش ما بدرش متعامل مع overnight لي ritard كان تعمل مع مشكل مباشر عندي مشكلة في اقناحهم بافكاري عندي مشكلة في اني نطالب بالفقوق مممممممممممممممممممممممممممممممم ملحظ يجرع بودهم بعضماً كنا كنت صامت اللي هو خلصني يضقها ولا مشكلة بي في تزاير بلي مرافذة تحللت المشكلة هذه ولا أنا في عمان ما عنده مشكلة هذه بلي الخريج بشكل عام الفريلانسنج يعتبر شي طبيعي ولو الناس يتفاعوا لك ولو تزاير في عنده مشكلة كثيرة ولو الناس يسلن فوق أو كان يحكينا يا زوبيران يشوفيها بالإشاء مش عارف نظر لك تعرضت لها يقول لك ولا خاصة بعض الناس يقول لك لو سنره مشاهير شوي ولا يقول لك Work for exposure يقول لك أنت تخدم لذيك وبسع نقول له مراك تخدمت هالي هذه المرة ما كاش عجالي واحدة تهبلوا قدها هاي يقول لك تخدم لي باش نعرض لخدم بك الناس يجيك على حس هان دي بروجيت ايه كي يقول له ليش كنخدم هان قل له مخدم هانه صعب هاي يقول بلي أكبر كذبة في التاريخ يعني فبتصدقك ما كاش من هذه حكاية هالي الخدمة خدمة ولازم حق تدير صح يعني تعامل حاجة والحق حق يعني ازبتها أنا مقتنع يعني يقول لك أنا أدرك أي واحد يجيني في الناس جديد مثلا هذا يجيني هذا السؤال هذا يقول لي قل لي فلان أخدم لي النوغو هذا للقهوة تاعي وني أعلن لك أخدم ودي حقك وإذا رأي يعلن يعني لك ذلك إعلان من عنده ما فيه خير وباركة ما بغاش هو حر إعلان ممكن ايش خفزة أقول له أولا حتى هو يخلص على إعلان صح الأمرين يكونوا مفصولين أوكي ممكن يكون مفصولين بالصح أنا أدرك أنا مقتنع عنده اللي بغا يخدم في لانسينج حقك أول حاجة خدمة خدمة لازم تقدم سيرفيس تقدم خدمة هالي أني صممت لك الشعر تدي حقك تدي حقك اللي هو دراه تعني راح نعلن لك ونجيب لك ناس ولا هذي مكاش بالها هذي ما واحد ما يقنعني بأذر سواء كنت واحد خبير عندك سنوات عشرين سنوات تتخدم ولا كنت عندك عام ونعامين بركمة اللي بدي ما في حتى لازم الناس تفهمها لازم لدي المصممين جديد لي فهموا النقطة أنا كانت واحدا بالتحديات اللي عندي وقت هذا كانت عندي التحويرات كنت نخدم بزاف مع الناس من الخريج كويت مسعولية وكانوا يحاولوا لي وستر ما كنتش نطلب مثلا مقدم ذاك لي وثلاثين ولا خمسين بالمئة ما كنتش نطئن طلبهم كانوا ساعات نخدم لهم ويهربوا ما يسلقونيش ضرر أصرات لي معا لأنه كنت نخدم وستر يوريرل وستر يوريرل عن طريق بريد الجزيرة جاء لي وقت مرنا بلي واحد ثلاثينة وصلتني ثلاثة واربع حاولت وبدأوا يسق سيوني منينة دراهم يجيوك من الخنيج وتعرف الدعم لإرهاب أدعم الإرهاب رجعت الخاف كما يصال لي مشكلة ولدا وانتاك تخدم بدون سجل تجاني وما كنتش نفع في الطرائب والحكاية هذه فخفت يعني رجعت بين شواله لشواله يعني من تحويل لتحويل نوقف يعني يقول لي ما تحويل ليش درق السنة في عندي بشلاحيان في البود أنا ساعات ما نكونش في المزاج ما نفهمش الفروجي مليح نحتاج وقت كثر دفلت العمل هذه حوالي كلها كانت تعاملين كفرانسين بصح نيزتها أنك تكون شر الشرية في الفرانسين هي أحسنها خاصة لك أنت بلك قرارك أنت تخير نوعية العملاء اللي بغيت تخدم معهم قرر وقتاش بغيت تخدم قرر تسعيرتك موضعتك أنت وانت بغيت مستوى بغيتها تكون في نوعي التفاصيل هذه يعني مثلا كيف يشوفوك يشوفوك شخص مثلا يصمم للكجيري يصمم لشي الفاخر ولا شخص يصمم للكل يصمم من القهوة لأي واحد فتحتيك هذه الحرية هذه يعني تعجبني في الفريلانسين افتقدها لكن أنا شوف أن الفريلانسين ما يمشيش مع الناس كامل أنا بالنسبة لي ما يمشيش مع الفريلانسين لقد يمكن استقبلاً فكرة أنه في الوكالة لما كنا نفتم في شركة ما عنديش الحق طبعا قرر جدول زمني لازم بسي في الروح بالنسبة لي في البيرو وعندي لازم مثلا سمعنا باش نعطيك خيار مثلا أو سمعتي ومالياً أنا ما قدش نصرف ما قدش نحن نتسعره أنا أخذ راتب شهري سواء كان اللوغو هذا خرافي أحسن شي نصمم في التاريخ ولا كان مضوغو سيئ فهذا نفس نهاية تأخذ راتب ثابت بس في نفس الوقت مع الشركة الشركة بتحميك من أشياء ثانية في عندك عقود في عندك ناس هما في المالية يدخلوه هما يجيبوه يجيبوه الضرق ناس هما مثلا معالي كليو أنا نروح نعرض معالكليو وبعد الليقاشات اللي حتم معالكليو وإقناعوا هذي ما تكونش نتا وحدك يكون عندك فريق تعني معه أو ما يدخلوه في الموضوع أو يشيلوه عندك العباء هذه نقطة تعجبني في الشركة ما تكونش ما تحسش راحك وحدك إنك في اللوحيط أنك تكون في حمش تقناء العميم فكرة كومبيش نجيبت راحك شكرا عصام قبل من فوتو الكتاب شعارات اللي هو على حسب فهمي هو كومبيليشن تعوش كتبت انتهي المواضيع كتبت على قضية شعارات مبار بدأت بالتدوين أنا أعرفك على طريق التدوين من تقريباً 2009 أو 2010 عن طريق الصديق الطاهر ما تكونون تعرفوه كنت نتقاطع نتلاقاه وساعدك بعض الأشخاص تعرفهم في السوشال ميديا تلاقاهم على طريق الصديق بسرح ما تعرفهم بالشخصية ولا ما تجيش فرصة أنه تهدر كما اليوم فبدأت كنت مع التدوين أحكي لنا كيف شبزيت مع التدوين وثاني والتدوين تقدر تقول هو أو جي صناعة المحتوى للزوالي للإنسان العادي مقارنة ببقايا المحتويات كما نقول هنا بكري لليوتيوب كان شوي وعر أمني أن تردع بتاع مقارنة بالتدوين كان أسهل الدخول لكن هل أحكي لنا على التدوين صناعة المحتوى في تدوين وهل التدوين المؤخرا كنتو فيه مات مقارنة هل كتلوه التدوين والتيك توك والسوشال ميدا واليوتيوب شوف التدوين هذي كان ليا الشورس محتوى حاليا بالنسبة للتدوين أنا قلت لكم قبل أن دخلت عن طريق فورو متاع رويات مصرية نجيب اللي هي رويات دوت نت ثم تعرفنا عن الجروب هذا وتدوين ثم مجلة اسمها مجلة مدارة مجلة ثقافية مختلف طبعا لأنه كان نشاط وقتنا بعد ذا كنا في الجامعة ومجلة ثقافية من السينما والثقافة والتاريخ وقتنا طبعا بديتنا صمم لي هو الإخراج التحريري وقالة كونا قلوب وبعدها واحد صاحبنا اسمه محمود سعيد حجيوش من طنجة قلنا كان حاجة اسمها بلوغ راي ترنت وقرر أنه يشون مدارات عبارة عن مجموعة مدونات فعمل لي أنا يا بلوغ هو اللي أنشأنا المدونات وقالنا عندكم كنتوش بغيتوا الدولة فيها فيعطيه يعني الصحة هو اللي عرفنا في 2005 البلوغ الأول ورجعنا شغل ندول 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 بعد ذا نجمعوا المحتوى هذا ويكون في البجندة بعدين مجلة توقفت يعني وكملنا ناس طبعا في ناس وقفت وناس وتوقع حاليا أنا الوحيد اللي مكمل بازلت ندول يعني انتقلت لي بكان لكن البقية توقع في الواحد الحياة أخذته يعني لكن بدأت تدوين منها كانت تدوين شخصي في البداية حاب ندول في المجال الفني لكن بدأت تدوين شخصي وصار اجتماعي وحاليا يا حمود مش عارك إذا بقت ولا لا أنا مش يعني أنا مستضيف فقط الدومين لكن محتوى مع شركة ثانية وخلينه كأرشيف وخلينه أنا كان من الشلامس ودونه وعمل تدوينه أخيرة يعني وخلاص بقت لك حمود ستوين بعدين بدأت حمود آر كانت كان كفارة عن أنها تدوين مختص أنه ندون في الفنون البصرية بشكل عام والفنون الأشياء التي نحبها الفنيين التي نحبها أنا لغاية ما وصلت أنه كان فيه مشروع اسمه مشروعات عربية من مصر مع سامي الطحاوي وكان عندهم شي اسمه تدوين دوت نت شي مثل إذا تشبهوا مدولات مكتوب اللي كانوا طبعا خلطونهم فهو أحب يعمل شي تدوين دوت نت لكن في الوقت يختاروا الناس اللي يدونوا فيها ما يكون مفتوح للكم كمال مدونات جزيرة أدرك آر أي فأقترح أنه قال لي ليش ما تدوين شفش أنا وقته كنت متخرج يعني من فنون جميلة وكان مشروعي براندي سلاش اديتوري الديزاري اللي هو تصميم هوية وخراج تحريري اللي هو مجلات والصحب تصميم مجلات وقته كان بسر التخرج لما خلصت قد شفت أنه في عندي حاجة باغية نستكشفها أكثر في مجرها فكبدت مدونة شعارة وبالي تكتب يعني أوثق الأشياء التي نتعلمها نوثقها ثمها نكتبها رتبها وقتها ما كان من المحتوى هذا الشكل فكنت نروح نبحث بإزلاف نحوس على الكتابات نقرأ ونعود نترجم مع الوقت بليت جمع المحتوى وليت جمع المحتوى لغاية ما وصلنا لي محتوى لباسبي وبعدين نقلت لحبود ونقلت بعض المحتوى من الشعارات لغاية ما شفت أنه صار في عندي شيء ممكن ينفع للمصممين اللي هما في المستوى المبتدئ متوسط ممكن هذا المحتوى يفيدهم اللي حابين يدخلوا المجال هذا أنه في عندهم كتاب مش كتاب أكاديمي إنه في كتب أكاديمية أجنبية في الشعارات وفي البرادنج لكنها مرهقة تحب تقرأها ما تفهمها تعبك يعني فتحتاج مادة اللي تكون شوية لطيفة كاجول تكون شوية ترجمة كاجول بالعربي غير رسمية بالضبط غير رسمية فشفت ذلك المحتوى وكان في ناس نفسي مصممين طبعاً مع الوقت لما تكتب تعرف على ناس كريد من السعودية عبدالله الشهراني اللي هما إذا تعرف ملتقى المصممين حالياً إذا تعرف حساب ملتقى المصممين هما أصحابه يعني عندهم هما قديمين نفس الشيء المجال مصممين أسسوا دارس مهذا رزارت وقلي شرايك تكون تجربتها معك قلت لهم أنا أوكي إذا تنشروا أنا ما بأقولكم أي شيء يعني نشروا حتى الفقوق ما أسرعنا أنا أحب فقط تشوف هذا النوع وجمعنا رتبنا أو صمرنا وعنا مراجعات وتشر الكتاب الحمد لله ومقدرين أنني حاوست على الكتاب ما قيتوش شاين في أمازون ولا في بلاتفورم اللي قادم الشريك بلاتفورم عنب ممكن نرسلك الرابط عنب خاصة النسخة الورقية كنوح الكتوب لازم تشريم نسخة ورقية ماشي نسخة إكترونية نحب النسخة الإكترونية بحكم السهولة تحطها في كندل وتقرأها في الهاتف أو في الحاسوب لكن كما حاجة أجدها تفنيا نحبها تكون نسخة ورقية فهو أن قادر الإنسان يحصل عليه سواء في الجزائر أو في العالم العربي أو حتى في دول الغرب كتاب في روحين الكتاب هذا من خلال العنب هو يوضني وصله لكل مكان هو مكان قبل دار زار وبعدين حاليا نحولوه لعنب كتب عنب عنب بي بوك على الإستقراب تلقاهم عينب بوك ممكن أن أسألك الأرض فبتلقى الكتاب هناك عندهم كتب طبعا يتعاملوا مع عجاب العبان اللي هي طبعا الرائد في الكتب التصميم وغيرها بترجماتهم وغيرها هو الكتاب صراحة مش بعني نقول إنه كتاب موجه للمساوي المتدعى مدخل يعني أي حال ممكن يبدأ ممكن يفيدوا الكتاب لكن اللي حب يتعمق في كتب ثانية متاذرة مثلا حب تصميم شعرة واحد من الكتب المفضلة يعني في التصميم لكن الكتاب المفضل اللي بالنسبة لي إذا تسأل على الكتب يعني بساعات كل الأمور يعني ما تكونش واضحة معنا نخرجوا الكتاب وشوفوا كيفاش يساعدوك باش تخذت نظر المورك مع العميد وكيفاش تفكر إبداعيا في البرادنج هاي فالاختصار هالي تجربتي مع الكتاب يعني كيفاش تمت من متديات رواية مصرية لغاية وصلنا الكتاب هذا شيقة جدا كسؤال أخير من حبش نطور عليك أستاذ أسامر هل في كتب تنصح بها المستمعين في ما يخص تصميم أو غير كتب تنصح بها أنه يعني أثرت فيك حبي تنصح بين المستمعين حتى المستمعين يكونوا أن يطلعوا عليه في مجموعة كتب يعني كتاب الأول اللي قتلك عليه البرادنج هذا اللي هو هذا أعتبره كتاب نسباني ونم وهو هذا أعتبره مرجع بالنسبة عليه مستحيل يخطيني في كتاب ثاني يسمو حب تصميم مشاعرات ترجمه جبل عبان كتاب نصي رائع ديفيد آيري واحد من المدونين الكتامة بعده يدون من حد الآن في المجال هذا العنوان بالإنجليزية ما شو تفكره لوجو ديزاين لغ كتاب كذا سعب هايل كتاب الثاني اللي ممكن ما ندوش علاقة بالتصميم اسمه ريوورك شركة سبعة ثلاثين سيجنل أو ثلاثي سابن سيجنل اللي هو عاملين بايس كام اللي هو من أشهر تطبيقات الإدارة وهنا يتكلم على طريقة إعادة نظر في العمل شركات كيف ممكن يعيدون نظر في العمل عبارة عن مشموعة مقالات قصيرة وكتاب ضخم شوية لكن في محتوى كبير هناك المواضيع مختلفة مثل الاجتماعات مثل التسعية مثل تنظيم الفرق وغيرهم تلك نظرة جدا هاي لو يعتبر المرجع حاليا نفس الشي أنا أحيانا مستحوي يعطيني أذكار مثلا هو مثلا ضد الاجتماعات قلت الاجتماعات مدير لا طبعا مدير الشركة مانعات كتاب الكتاب الذي يكرهه كل الرباب في الظبط لأنه الكتاب إنه شوية تدخل شوية حربك على مدرأك فإنه تدخل معه في حرب يعني في أشياء تقص العملاء وغيرهم في بشارة كتب يعني شكرا على أنك أثريتنا قائمة الكتب إن شاء الله سنشاركوها مع المستمعات إيسام إذا ممكن باختصار نصائف للمصممين للشباب اللي رنبذين في المجال وفي المسيرة تاحهم وباش تنصحهم إخطاري وقعت فيها أولا لك حابهم يعني يستفيدون من تجربتك أول شيء هذا طبعا لأنه لم تطرقنا بفكر صناعة المحتوى التي تتكلمنا عليها صناعة المحتوى بشكل حالي يعني أنا عندي ملاحظات كثيرة عليها في صناعة المحتوى في صناعة المحتوى مثلا إذا كنت تتكلم عن هل ما تتدوين ولا لا تدوين ما ماتش لكن طبعا مش هو اللي موجود يعني بعد وجود عبد وجمه لكن إذا تتكلم على التعليم يعني إذا تحب تتعلم واستفيد صناعة المحتوى اللي هي تشوف هذا السهل هذا يشوفوا على الإنستجرام هذا مش هو الحل؟ أبث ما قال لكم قبل تعليم عملية مملة تحتاج تتعلم تحتاج تصبر وفي جملة أنا أصرت من السنة السنة هذه رجعت أعتبدها في حياتي اليومية اللي هي اسمها progress not perfection أنك تقدم أحسن أنك تشوف نفسك شكل مثالي أنك لازم تنجأ لازم تكون ولا غلطة تعلّب اليوم حاجة تطبقها وتقنها وبعد الغضوة لدينا السلح كياني فدائما هذا أنك لازم تتقدم شيء بشيء بشيء بغاية ما توصل الشيء للحب فأصبر يعني بالنسبة المصممين حاليا نشوفوا هذو المصممين اللي عندهم اللي يقول لكم صناعة المحتوى مع لا سوف يحب نشيء هاجم شخص فيها لكن الثقافة لجلسة سوت أنك شيء المحتوى موجود وتعيد وتفككوا تحطوا فيه منشورات فقط حتى تحقق مشاهدة عالية ومتابعين اللي هم ثلاثين ألف أربعين ألفوا لو تشوف نفسك 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 الحياة الواقعية تعلمنا لما بالنسبة لي أنا أعلقنا هذا واحدة من الكفوف يعني الخيطة محتنى أنه التدوين طبعا أعطاني هذه الصورة هذه كله والاسم وكذا لما بدنا الشركة بدنا نخدم مع الناس اكتشفنا لا الواقع حجود أخرى لازم تقعد مع الكليون ولازم تتعامل معه التفكير البصري والإبداعي وتتعامل مع فريق وتحمله ويحمدوك والكليون تأخذ تدوين معه وتصبر على المطابع وتصبر على المواقع وتصبر على حساب السوشيال ميديا ولازم تصمم ولازم تصهر في وسل الوقت تتعلم في خلال مرحلة هذه وتعلم مع شركات ينتاج وغيرهم هذا الشيء تطلب منك صبر تطلب منك تتعلم ولا تصرف يعني اللي يحب يوصل اللي يحب يخدم صح دعيك من الناس يوصلوا لي اللي يحب يدوروا على الشهر والذي يحبين يوصلوا انهم الناس يعني يديرون فولو ويرجعوا عندهم فولوينج شعراء يتبعهم ملغون اكزاك هذه ما توصل لك حتى بلاسة صح مريحة الصح اذا انستغرام من غدوة تسكى في حياتك كاملة ما عندك حتى سبسيرة نهالية ما عندك حتى كارين فاث حتاش تصبح تتعلم براحتك وما تزيل بشي راحك وتعلم صح واذا كنت باغي صح حتى اعطي الرافق الوقت واستفيد المساحات الموجودة حاليا ما احنا وقتنا مكانش حدنا هذا ما يذكر المصادر ما يذكر المصادر متوفرة في كل مكان فاستفيد منها قد الامكان ان شاء الله اتمنى ان نجاح للناس الخدمة اللي حتبان والوقت دائما يثبت هذه الشيئة شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم كل المعلومات اللي قدمتها اليوم نسبت كثيرا من ناحية من ناحية التصميم تصميم يكون اتمنى ايضا كيفاش كيفاش كحكيتنا على البرند الشخصي كيفاش شو ما الاسئلة اللي تطرحهم لانو كنت تطرح الاسئلة وتقدر جاوب عليها مخلاص هكا الحكة للنتجة لك تحوس عليها قضية الخطوط الخطوط احنا نشوف فيها نكتبو فيها عادة نستعملهم مثلا كل يوم في التطبيقات في الهواتف في الحواسي برنا نستعمل الخطوط صح ما علي برناش كيفش نصرات استفدنا من كل هذا وبعد ترجعنا للشعرات ويعنا المحتوى كانت مواضع شيقة شكرا جزيلا على كل الافادة اللي اعطيت هنا انا ما عندي الشيك انو المستمعين يسفدوا ان شاء الله كلمة اخيرا شربوها لك وبعدين نفوتلو بالخطوط يعطيكم الصحة والعكس انا استمتعت بزا دي مدة ما حكيتش جزيلي هكذا لاني في هنا في عمان منيجت هكذا فشكرة ونكتر حنقول لك بالدرك عرفت ان دي مملاح مملاح لا لساعة كنا نحكي مع ما الفيديو كولا ونحكي المقدة ونحكي مع هذا يقول ايش كون هذا اللي يحكي معي يعطيكم صحة يعني والقادة تاكم هيلة والله يعطيكم صحة استمتعت شكرا وتمنى ما يكونش يعني كفية كله ما يكونش تقاري يعني نعم 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 وكل توفيق عليكم بالكسرة شكرا بارك الله احد مزايا انو تعيش في الغرب مقارنة دولة عربية انو ما تخسرش لهاشتك يعني تهضر تعود تهضر اللغة جميلة ولهاشتك تخلي انا لهاشتك بدلتش كنا نفط على ذاك تزير استعمل الكلمات القدم وقت عدت تضحكو عليا ننقل لغة بدلت الشبيب يستعملوا في لغات جديدة فا يقول لي يا عزرا دي الكلمة ايش هنعدني ما اسمعتهاش شوال كنتح نقول لك كنتح قول لك اليوم مادا بنتا عخل لهجتي قديمة ايه اللهجة عخل ايه اللهجة عخل ايه اللهجة عدت ايه ايه شوال احفوري فهمني شو ما يلقوا حجرة قد توثق على التاريخ الحقبة فلانية قام التاريخ هلك نزوبة هلك لهجتي انا ايه انا قد قصنا فهمت تحديث كما يقولوا تكلمنا اخذنا واجبنا على تيكس صاحب راك الله فيك هاي صام الحديث كان جدا مشويق انا هذا الموضوع استهويني خاصة الناحية التقنية للفن انا بحكم عملي نعمل الناحية جدا تقنية في الروبوتيكس ولكن كاين واحد الجانب بحكم نخدمه في المعارض وكذا فدائمنا نحتك بالجانب الفني للامور فساعتنا نظرتي نصطدم على الفنان نعود تقنيا وشيبالهم ساعتهم وساهل يكون واعر وشيبالهم واعر يكون ساهل تقنيا فمليحة كان عددية نافذة على علم الفن شكرا جزيلا لك مرة أخرى وتمنى لك المزيد من النجاح لعملتك ويعطيك الصحة على تصميمات يعجبني خاصة الذوق كنت راح يستقصيك عليك ملاحة على الذوق على اي تقصيرك نخليك هل الذوق زيدري عندك ولا يتطور لانه يعجبني الأسلوب تاك المينيماليست خاصة في الألوان اللي تتخدمهم في الديزاين تاك يعني عنده الذوق يعجبني باختصارا يمكن يكون موهبة يعني بسبب غرفش التعليم مع الوقت يعني في أشياء تصير شوية علمية لانه مثلا هذا الرسال طبعا الألوان كي كو كي استخدمهم كي كو كي تدمجهم مع بعضهم يعني اللي هم تباين بالألوان يعني الثانوية لذان مكبل وغيرها نفس الوقت يعني الذوق وأحيان نشوف أشياء نجربها نشوف مثلا منظر طبيعي ولا مثلا نشوف عمارة معينة تتفتشين الألوان الألوان هذه وتدمجها وبعدين نتغير فيها شوية ما عرف الذوق الشخصية ممكن نفس الشيء بذكرة البصرية شكرا جزيلا منطولش عليك يسام بارك الله فيك هذه الصحة شكرا المستمعتنا لفقا معنا وإن شاء الله بثاني لكم استبدعتوا بموضوع بعد ما أخذنا شيء مقبل ونحي يكون في حلقات إن شاء الله في موضع هكذا كالفنية وتسمعنا لكم الحلقات معنا ونلتقي فيها الأخرى إن شاء الله السلام عليكم وإشتراك